البحث عن التجميل بطرق المتعددة بدأ منذ القدم معلومة أصبحت معروفة للجميع بفضل الاكتشافات الأثرية والوثائق والصور اللي سابتها الحضارات القديمة لكن كتير مننا ما يعرفوش أن شد الجفون بدأ أيضاً من مئات ويمكن آلاف السنين التطورات الأولى لعلم شد الجفون تنسب لليونانيين والرومان اللي دونوا معرفتهم بتقنيتها ومن أهم ما دون عن هذه العملية ما وجد في كتاب ديميسين اللي ألفه طبيب اسمه أولوس سلسيس عن تفاصيل أحداث الشق الجراحي وكذلك طرق إرخاء عضلة العين وشد الجفن وإزالة الجلد الزائد وقد تم تأليف هذا الكتاب في القرن الأول الميلادي أهلاً بكم النهاردة حلقة شديدة الأهمية في موضوع بيهم الناس اللي بتعاني منه اهتمام كبير جداً العيون مش بس ارتخاء العيون وارتخاء فيه كل ما يخص تجميل العيون ده برانش دلوقتي مهمة أو في الطب لو قيمته كبيرة لو إنجازاته الرائعة ولو اللمسة الفنية اللي بتميز العاملين فيه بشكل كبير جداً حقيقة التخصص أفضل من يؤدوهم أطباء العيون نفسهم المتخصصين في الحتة ليه الجفون ومشاكلها وما حولها مشاكل ممكن تؤذي الإنسان نفسياً جداً تخلي اللي يشوفه حاس إنه مدمن متغير مرحق مش نظر لو بنت ميديقها كتير قوي وممكن يرهقها وما تقدرش مسحيق التجميل أحياناً تتعامل وخصوصاً مع التغيرات الميكانيكية ارتخال الجفنه له أسباب كتير قوي ممكن تبقى أسباب خلقية ممكن واحد مولود كده ممكن يكون التهابات وحاسسية جديدة لفترات طويلة تأثر وتام الارتخاء في الجفن ممكن إصابة برمض حبيبي الرمض الحبيبي ده مرض مزمن أحياناً في مناطق معينة فممكن الإزمان بتاوي يعمل مشاكل ممكن جداً الإصابة إصابة كدمة بواحد بلعب ملاكمة واحد تتخبط حدسة عربية كل ده وارد المواصلات العصبية من الحاجات اللي حصل فيها خلال ممكن تؤدي إلى ارتخاء ومشاكل في الجفن برضو العصب الوجهي ده مشهور جداً جداً وده زاد في الفترة الأخيرة وفي الشتاء طبعاً حدس ولا حرك بينتشر بشكل كبير العصب الوجهي وإصابته لكن كمان ممكن الكحول ممكن التقدم في السن ممكن الارتخاء يحصل بعد الولادة في الطفل زي ما قلنانا مش بقى خلقي لا تكون جينيتا تولد بالمشكلة أو تولوماتيك ني بورن يعني مشكلة بسبب مشكلة في الولادة كل ده له علاجات بس هنرجع ونقول إن التعامل مع العيون وجراحات تجميل الكفون دي فنية ما يقدرش عليها أي نوع من التخصصات ده عايز التخصص خاص جداً لأن العملية هنا دي فن المليمترات والخطأ فيها ما بيبقاش حلو والعملية أو التعامل مع الكفون دايماً عايز متخصص ومفيش تهور فيه النهاردة حوار اكسترا اولدراني مع ضيف من نوعية خاصة جداً ضيف بسعد جداً وبفرحان بقبوله دعوتي بسعيد بالحوار العلمي معه واحد من قمم هذا البرنش في مصر ووطن عربي دي سعد بكل أبحاثه هنا وبره في المجلات العلمية وخصوصاً إنها أبحاث دلوقتي بدأت تجد وصد واسع جداً في النواحي والمؤتمرات العلمية المتبحرة في المجال ده ضيف العزيز الأستاذ الدكتور دي عبدين استشاري الطب والجراحات العين وتجميل الكفون زميل كلية التراحين الملكية بانجلترا زميل مستشفى فيكتوريا الملكية ومستشفيات جامعة نيوكاسل والاسم الكبير في عالم تجميل العين أهلاً بيك دكتور دي بي ومنورنا وسعيد جداً بها نحن عليك شكراً جداً على الاصطدافة والتقديم الزيادة لا لا ده أقلم ده أنا بطفرحان جداً بعد الكورونا بالذات طبعاً أكيد التعامل كان مع العيون كان يعني برضو في محفوف بالمخاطر أه طبعاً لأنه قريب جداً من المريض وبنقرب جداً وطبعاً السوائل الدمعية تده بتنقل الكورونا فلازم نأخذ بالنا من صحتنا ولازم نأخذ بالنا من المريض في نفس الوقت هابدأ الأول بهذا التخصص المهم جداً ناس كلها دلوقتي بتهتم بما حول العين من حيوية ونضارة وده أهم منطقة على فكرة بيبان فيها الحيوية ونضارة فعلاً يعني لو أنا اهتمت بس حول العين بالحيوية ونضارة أنا كده عملت زي ما بقوله 90 في المهم لواجب صح كده؟ ده صحيح العين هي بيقولك مركز الوجه لو العين تعبانة حتى الوشة كويس بيدي منظمة تعب لو العين فتحة انت صاحية وعينك مفتوحة بيدي احساس ان انت يقذ وبتدي نضارة ودي حاجة كويس فزي ما انت تقول يعني اهم حاجة في الوجه من الناحية التجميلية ولازم طبعاً نخلي بالنا من منطقة حول العين جدا ايه اللي اسباب اللي تخلي واحد يفقد انت ظهر بالحيوية؟ اول حاجة ما ناخدش بالنا من صحية معمول يعني عايز دنيا تبقاش كويسة ما تنامش كويس ما تكلش حاجات فراش حاجات طازة وما تشربش مياه كويس يعني عشان تحافظ المنطقة حول العين دي لازم ننام كويس يعني حسب سنك من 5 ل7 ساعات منم في اليوم ما نسخرش كتير تشرب لو ما فيش موانع طبية من شرب الماء الكتير الماء مهمة جداً للبشرة وناخد بالنا جداً من التعارض للشمس المباشرة يعني استعمال الكريمات اللي هي سان بلوكينج ايجينس او الكريمات الحامية من الشمس دي مهمة جداً جداً لمنطقة الوقت يعني الحماية طبعاً اهم من العلاج ولو حصل حاجة لقدر له وفي حاجة نلحقها في الأول ما نسترناش لما تتفاقم وتحتاج لطبيب متخصصية تدخل سعيداً الفارس بتاع المشاكل بقى فارس مشاكل اللي احنا لازم نحطها قدام عينينا كده عشان الناس ويابت في الوقت يتفكر تقول انا عندي ايه من اللي انت هتقوله ده المشاكل حولين اللي حتة بالزبط المشاكل اهم حاجة بالنسبة الطبيب تجميل عيون التشخيص المشكلة فاني حتة في الجفن يعني الجفن بيتكون لو احنا شايفين الصورة اللي قدامنا ده الجفن الطبيعي شايفوا الجفن مجدود بيتكون من طبقة من الجلد بعدين طبقتين من العضلات فيهم وراهم أربطة وطبقة من الدهون ورا كل الكلام ده ماسك الهدف من تجميل العيون ان احنا نرجع الجفن الى شكله الطبيعي يعني التجميل انت مش بتعمل حاجة زيادة الشكل الطبيعي هو الشكل الجميل لو شفنا في الصور دي احنا شفنا الجفن التاني كان مجدود ازاي والجفنين دولا يعتبر جفون مرضى لو انت حضرتك بسيط هنا هتلاقي العضلة الجزء اللي قداماني نازل والجلد كمان نازل والطبقة الدهنية نازلة هنا عندك كل منطقة نازلة يعني مش مجرد جلد بصينا في الصورة اللي عالينيه الخالص العضلة في مكانها والدهون في مكانها اللي نازل بس الجلد فلازم نعرف او الطبيب يشخص الطبقة اللي محتاجة لعليك سواء الجلد سواء العطلات سواء الدهون علشان يعرف يوجه علاجه صح ويختار الوسيلة المناسبة للمريض بزيادة كيف ازايق نفسي من الاول من المشاكل اللي احنا هنقولها دلوقتي احمي نفسي ازاي ما زي قلت سعدتك لازم ناخد بالنا من صحتنا ونأكل فراش الخضر الفراش الاخضر والشرب المية طلعوا ما فيش موانع طبية وزي ما قلنا السان بلوك اللي هو حماية من الشمس مهمة جدا وطبعا لو زي ما قلنا حصل بتده يحصل طرحولات نلجأ للطبيب عشان نشوف الوسائل اللي ممكن سواء جراحية او غير جراحية لعلاج الحاجات دي طيب انت قدمتوا اوي والتكنولوجيا داخلت بشكل كبير في التعامل مع حلول هذه المشاكل تكنولوجيا خدمتك جامد اوي طبعا كل وقت فيه تكنولوجيا بتحصل وبيحصل حاجات جديدة ودايما يعني نسألة سريعة جدا عشان نجيب نتائج احسن والقل نسبة حجوث المضاعفات والمريض ياخد نتيجة احسن مثلا لو احنا زي ما شفنا احنا شخصنا ان اول طبقة هي المشكلة طبقة الجلد وما فيش مشكلة وراها ما فيش في العضلات مشكلة ما فيش في الاربيطة مشكلة ما فيش في الدهون مشكلة فيه دلوقتي جهاز ان احنا استعمل البلازما باي نوع بقى بجهاز حسب الجينريشن او الجيل بتاعه سواء البلازماج زمان البلاكسر دلوقتي البلازما ده جهاز حديث بيعالج طبقة الجلد البلازماج بيعمل زي لساعات خفيفة في الجلد جروح مايكرو صغيرة خالص صغيرة جنب بعض جنب بعض بتنشط الجلد نفسه ان هو يكون كولوجين وبيكون خلايا اسمها الفايبرو بلاست الخلايا دي بتبتدي الجلد يلتائم والجروح الصغيرة دي ما تلتائم دي مسافات فبتشد الجلد وفي نفس الوقت بتزود نسبة الكولوجين في الجلد فبيدي الجلد نظارة يعني حتى من غير شد خالص الجلد بعد البلازماج او البلاكسر بياخد نظارة غير طبعية بيسميه زي البيبي سكين كده والخطوط الرفاية الخفيفة دي معظمها بيختفي خالص والمريض سعيد جدا جدا بالنتيجة بتاعته بس لازم ناخد بالنا ان البلازم عموما الأجيال بتاعتها كلها بتعالج طبقة الجلد يعني لو المرض في طبقات أسفل من كده بيجيب النتيجة اللي هي نظارة البشرة لكن يعني ها احنا شايفين هنا ده جلد مترحل خلاص والجلد تشد لكن المريض وحنا بنحاول نعلم المريض برضو يعني يحاول يشخص نفسه عشان يبقى فاهم طيب المشكلة هنا المريض لو مسك يشوف الحتة اللي نازل لها حيليقها مجرد جلد مفيش تحتها عضلات مش ماسك تحتها دهون لما بنستعمل البلازمة في الحالة دي بيجيب أحسن نتائج بيحسن الجلد ده بيتشد زي ما احنا شايفين كده وفي نفس الوقت النظارة بترجع له بتشد شد حلوة جدا طالما احنا شغالين عالجلد طالما احنا مختارينه للطبقة الجلدية لو استعملنا البلازمة وعنده كده طبقة آه طبعا بيشد وبيحسن طبعا النظارة بتاعة البشرة بترجع كويسة جدا يعني بص فرق نوع الجلد شايف هنا التعراجات الخفيفة هنا التعراجات الخفيفة دي معظمها اختفى لأننا شغالين ع طبقة الجلد ممكن نستعمله هنا سن كبير من الصغير ألا ده سن كبير طبعا فوق الستين فوق الستين بالزبط ممكن نستعمله لشد كذا طبقة مع بعض بس ساعتها يعني هنا بص حريك مسكت لو شفت هنا ده جلد مفيش تحتيه طبقة عضلات مفيش دهون فلنستعمله النتيجة خطيرة ممتازة بتشد الدنيا خاص جدا سن كم سنة هنا ده سبعين ده ده واحدة سبعين سنة آه سبعين سنة آه نستعمل برضو لشد كذا طبقة يعني العضلات والجلد بس لازم ساعتها نعرف اننا لو استعملناها لشد كذا طبقة فجلسة واحدة ما بتكونش كافية آه لان التقل بتاع العضلات وزنه أتقل من تقل الجلد انت هتستفيد طبعا بالشد الفترة وطبعا هتستفيد بنظرة الجلد جلدا بس بعد فترة الجلد هيرجع يتنط تاني وحتحتاج جلسة أو جلستين تانية ده من الأمانة العلمية اللازم نفهمها من المريض ان احنا بنستعمل البلازمة بدل الشد الجراحي في حالات تحتاج إلى الشد الجراحي فهي مش هتبقى مرة واحدة غير لما نختارها لحالات المشكلة كلها جلدية اللي هي الأول طبقة في الجلد النتيجة هتبقى مية فيها ونتيجة دائمة دائمة ممكن نستعملها لحاجات تانية بس هتحتاج جلسة أو جلستين زيادة عظيم كم سؤال بقى يعني ايه اللي هم بتوع المرضى الوقت الجلسة بيعد قد ايه نص ساعة أو ربا ساعة جلسة تقريبا لكل جفن بيتاخد تقريبا نص ساعة نص ساعة بتتكرر ولا هي احنا قلنا جلسة واحدة كافية لو احنا بنستعملها على طبقة الجلد اللي هي الطبقة المخصصة للبلازمة هي جلسة واحدة كافية جدا لو احنا بنستعمله وقايلين المريض ان انت عندك تشويس تاني أو خيار تاني ان احنا نعمل خيار جراحي هيبقى مرة واحدة يبقى ساعتها ممكن هيحتاج جلستين أو تلاتة طيب احنا عملنا الوجب اللي علينا الوجب على المريض ايه عشان يحافظ على النظلة دي ما ترجعش المشاكل تاني ممكن ترجع دي مهمة جدا سؤال مهم جدا بعد جلسة البلازمة مهمة جدا خلاص دايما قلت على حركة البلازماج أو البلاكسر بيعمل لساعات سويرة فلازم المريض فيه بروتوكول بيمشي عليه يلتزم بيه بعد البلازماج أو البلاكسر فيه طبع حاجات كريمات مضادة حيوي وبعد كده بندي مرتبات ومهم جدا الحوامي الشمسية الكريمي ده مهم جدا نتعرض للأشاعة فوق البنفسجية بعد البلازمة دي حاجة عدم التعرض دي حاجة مهمة جدا ولازم نلتزم بشهادات الطبيب وبعد كده بعد الجلسة اللي بدنا تتصلحت نلتزم بالإرشادات العادية اللي هو النوم الكويس وشور بالمية والساعات بلوكس حمامي الشمسية نمشي بيها على طول يستحصل إيه الحلول التانية بقى للمشاكل اللي ممكن ما تكونش بس في الجلد لو المشاكل تحت الجلد حسب بقى الطبقة اللي احنا بنتكلم فيها لو مشكلة مشكلة في الدهون والأربطة فالحل الأمثل زي ما قلنا ممكن طبعا نستعمل لها بلازمة بس الحل الأمثل غالبا بيبقى حل الجراحي زي ما احنا شوفنا في صورة الجفت لما تكون الجلد نازل واخد معاه العضلة وساعتها المريض لو مسك الجفت حيلاقي اللي نازل ده مش مجرد جلد حيلاقي هو مسك حاجة بين الجلد عشان هو بعارف اللي عنده إيه كده مسألة ما بقتش جلد كده بقت فيه عندك كذا طبع سألها تضطر تحتاج إلى الحل الجراحي اللي هو تجميل الجفون العلوية حسب بقى انت عندك الطبقة ايه لو هي طبقة عضلات وجلد احنا ساعتها ده مثلا فيلم بتاع التجميل الجفون العلوية بنشيل حتة صغيرة من الجلد وبنشد العضلة ولو عندك الدهون نازلة خلاص بترجعها في مكانها كنا زمان بنستقصل الدهون معظمها حاليا بعد طرق الجديدة بنحاول نحافظ على الدهون دي لأطول فترة ممكنة بنستعملها بدل الفيل الصناعي بنحطها في مكانها خلاص عشان يبطل فيه نظارة في الجلد ده بالنسبة للجفن العلوي بيصغر الانسان يتحس كأنه نصر دي تقريبا والله يعني لو انت عندك حاجة جامدة وعملت بتصغر مش أقل من عشرة سينة اه اه انا شفت ناس عشق سغلت واختلف شكلها اه خالص بالزبط انا عايزك بس تبص على الصورة هنا لو هي المريضة او المريض مسك الجلد خلاص ده مش جلد الواحده ده جلد وتحطيه عضلات ودهون هتمسك هتلاقي حاجة تخينة ممكن تستعمل بلازماش بس طبعا هقولك هتشد شوية وهترجع تاني ففي حاجة زي كده محتاجة ان احنا نشد الأربطة بتاعة الجفت اللي هي مسك الجلد فيه أربطة بتاعة مسك الجلد شدال جو ومترجع الدهون الورا وتقوي الطبق العضلية فكل الكلام ده بيرجع الورا خلاص وبيفضل في مكانه السابت برضو نفس الصورة هنا لو مسكت الجفت هتلاقي حاجة تخينة تحت إيدك يعني حاجة فيه بلك وعلى فكرة الحرفانة في الأداء العملية دي ما شاء الله انت متاحل جدا انه هو احنا معملناش يعني ازالة كاملة احنا رجعناها للطبيعي بالزبط التارج بتاع التجميل انك ترجع الانتان دي بالذات على البالي جدا ترجعه للطبيعي ما تحطش حاجة زيادة ما تقولش بقى ايه اوسع قوي واشيل قوي المسألة هي بشكلها وحش بالزبط فيه مقاييس محددة للعين ربنا خلقنا بيها سعدك مهمة التجميل ان انت ترجع المريض الى شكله المفروض يكون عليك بالزبط يعني حيث حضرتك تاخد بالك برضو خلاص فيه ناس يقول لك الجفن نازل واقع وجاء عين صغيرة لا احنا كل حاجة بالمقاسات احنا هنا بنقيس مقاس العين المفتوحة دي يعني المريض يديم جات اياتي انا عنها مقفولة وطيرها حضرتك ده اعنيكي مش مقفولة حضرتك عندك تهدر في الجفون العلوية وطيرها ما ينفعش حضرتك حضرتك في المقاسات بتاعت فتحة العين المقاس مظبوط المشكلة عندك مش في المقاس بتاعت فتحة العين المشكلة في الاربطة والجفون العلوية وهي عنها واسعة الحقيقة هي احنا ما عملناش حاجة في ترسية العين خالص عينها هي واسعة هي المشكلة ان الهودنج او الجفون النازلة ما حساها ان عينها ديئة احنا هنا شدنا بس الاربطة وشد رجعنا الدهون الوراء موسعناش العين خالص خلاص لو كنت وسعت العين هلك هتحتي بقى انبرق ففيه بقول لها حضرتك يعني مقاييس ربنا ربنا خلقنا بيها احنا هدفنا كجراحين تجميل عيون نرجع العين لوضعها الطبيعي وهو ده الفرق ودي حالة من حالات الرائعة برضو جدا حالة صعبة مستهلة دي اه طبعا لان سن متقدم سن متقدم جدا دي وزابطت القصة لحد كبير دي وفيه حاجة بقى الناس مش واخدة بالها منها في حكات السن متقدم مثل حضرتك لما تعمل عملية تجميل لازم برضو تاخد بالك سن المريضة وباقيه تضريس والشه يعني حضرتك ما ينفعش لمريضة عندها 21 سنة مثلا بتعمل شد جهون تعمل نفس الإفاكت للمريضة اللي عندها 65 سنة إلا لو انت عارف خطة العاجب العادية يعني لو هي مثلا ناوية تعمل شد وش بعد كده اه شد لغاية الاخر انما لو هي مش عاملة حاجة تحت لازم تاخد بالك تعمل تناسق بين فوق وتحت ما يبقاش الدنيا مشهورة فوق خالص والدنيا شكلها عجوز تحت الناس هتاخد بالها انها عاملة حاجة فانت لازم تفق معمولية هو الخطة بتاعته هي عشان تديره أحسن خطة على جهة إذن المخصوط بتوسيع العين ده ليس توسيع يعني عن المقاييس الطبعية لأ طبعا انت بترجع بالبني آدم للمقاييس الطبعية بتاعته في بعض الناس بمرض أو في بعض الناس بتبقى المقاييس بتاعهم مولودين هم أقل من المقاييس الطبعية لما انت بترجعه المقاييس الطبعية ويبقى عايش كده طول عمره هو فاكر هنا هو عنهم سبلة كده وانه هو آه ربنا خلقه كده بس هو الناس تقول له انت ملك من يسب الملك نعسن خلاص فهو خارج المقاييس الطبعية فعشان كده هو شكله كده وميبقاش فاكر ان في علاج للحكاية دي لكن انت بتقول له لا في علاج لكلام ده احنا هنرجعك لشكل الانسان الطبيعي ولما بتعمله الكلام ده بيقى مبهور بيقول لي عنانك وتعيش طول عمري الناس بتقول لي انت ملك نايمان وفي علاج والله في ناس كتير بيجد بيقول له الناس مش عارف آه بيقول له هو جاي اصلا يعمل للدارة بقول له انت عندك كذا كذا قال ليه هو يعني الكلام ده ليه حل قلت له آه طبعا ليه حل قال ليه طبو احنا هو انا مش تجاه طبيعي قلت له انت اوه انسان طبيعي كل حاجة بس عينيك بره المقييس الربانية الطبيعية اللي مفروض احنا مخلوقين بيها خلاص عايز تعملها ممكن تعملها وبيبسطين جدا جدا يعني عايش طول عمره وبعدين بيحلوله الناس انت خلاص انت شكلك صح يا دلوقتي هروح بقى ليه الارتخاء الارتخاء الشديد ايه بقى الارتخاء الشديد ده يبقى احنا المشكلة لا في الجلد ولا في الطبقة العضلية اللي هي الاولية بتبقى غالبا المشكلة في الطبقة العضلية التانية يعني الطبقة العضلية دي اللي بتقفل للعين واللي هي بتشد الجلد لتحت الطبقة العضلية التالتة خلاص اللي هي بتفتح العين لفوق لو فيها مشاكل او العضلة دي تعبانة شوية الجف بيروح نازل لتحت بنسميه ارتخاء سواء ارتخاء خلقي زي ما سعدتك قلت في الاول او ممكن ارتخاء مكتسب حصل بعد كده لأ اي سبب او ممكن يكون ناحية واحدة وناحية واحدة دي غالبا انسان بيبقى عارف على طول بيجيلك انا عندي عين مفتوحة كتر من عين فبياخد باله بي في بعض الناس اللي هما بيقول لك عناية ضيقة خلاص بيبقى عنده ارتخاء في عين اللي اتنين ومش واحد باله ان فيه ارتخاء هو مش فاهم هو مولود عينيه مسبلة كده هو مش عارف ان فيه ارتخاء هو كل اللي عارفه انه هو ايما متضايق من الرؤية اللي قدامة ايما حد بيقول له انت ملك نعسين على طول فالناس دول احنا ممكن نساعدهم بنعمل لهم تقوية للعضرة الطبقة التالت التانية من العضلات وبساعدها بيفتح العين طبيعي بيدي هو لو في عين واحدة ارتخاء عندين هو توسيل عين زي مريضة زي كده هي عنها خارج البرامترز او خارج طبيعي هي مش عندهاش ارتخاء قوي هي جفن نازل في عين اكتر من عين هي جاية بتشتكي خلاص ان عينها الشمال دي سقطة عن العين التانية صح لما تيجي تقيس هتلاقي الاتنين نازلين عن الوضع الطبيعي صح خلاص فاحنا عملنا العملية في العين تاني مش في عين واحدة بعد اما عملناها خلاص بين العين حتى اللي هي مجاية ما بتشتكيش منها بقت مفتوح بيدي العين الواحد فاي خلاص وبيدي له احساس ان هو شكله بقى احسن كتير واحدة زي دي برضو عايشة طول عمرها يقولها انت مالك نايمانا خلاص وهي شايفة ما عندهاش مشكلة خلاص بس هي متضايقة ان هي شكلها عينها مش واسح لما بتعمل التقوية للعضرة الرافعة للجفت في عينها الاتنين مع ان الاتنين زي بعض اللي شوفها ما يقولش في عين نازل عن التاني هي بس عينها مسبل بنعمل تفصيل هتلاقي انها بقت نفتوحة كده وشكلها حل النظرة دي على فكرة وفي راجل وبرضو يعني يفتكرون ان هو درب مخدرات في الرجالة اكتر في درجات بسيطة خلاص درجات بسيطة وفي درجات شديرة زي كده كل ما بتقوية ما بتقوية العضرة وفي الناس الكبار بالذات لقوية العضلة دي بتبقى عملية تحت مخدر موضعي حاجة بتتعمل في نص ساعة خلاص وبتروح بيدك في نفس اليوم بعكس الاطفال الصغيرين يعني بتيجي بتاخد بنجة موضعية في الجفت زي بنج الأسنان كده ساعة خلاص وبنعمل تقوية للعضرة وفي نفس اليوم بتروح بيدها دي رائعة دي هي برضو جاية تشتكت حضرك ان هي عندها مشكلة في عينها الشمال خلاص لما بتقيس المقاسات بتاعت العين بتلاقي اه يا عينها الشمال طبعا باي نزل لكن عندها برضو مشكلة في عينها اليمين عندها الفتحة بتاعت اليمين اقل من الفتحة طبعا باتنين ميلي هلالباس الشمال اقل المفتحة طبعا باربع ميلي فهي حساها لكن قلتها حضرك عندك في العينتين لما عملت في العينتين سيما انت حضرك شايف الشكل عامل ازاي ماشا الله بقت الدنيا زي الفتحة والعملية بتاخد نص ساعة زي ما بقولك وبتروح بيتها وما فيش مشكلة خلاص نفس الحكاية في الحكاية دي عندها برضو كان مشكلة هيا جاية تشتك برضو من عين واحدة لما تاخد احنا كل الهدف بتاعنا ان هنرجع الانسان لشكله الطبيعي لشكله الطبيعي الانسان لما بيرجع لشكله الطبيعي هو ده قمة الجمال هو ده قمة الجمال هنسمع يعني سؤال مش سؤال محاكاة صوت محاكاة هنتكلم عن المحاكاة هي عبارة عن حالة حقية ولكن بصوت فريق عملنا تعالوا نسمع المحاكاة ثم بعدها نشوف الابو العريف بس نسمع المحاكاة اللون انا عملت شد الجفون بالليزر من حوالي خمس او ست ايام بس بيجيلي كده نغازات تحت العين مش عارف ده طبيعي ولا ايه والمفروض تختفي امتا وامتا اقدر ارجع البس اللينسس تاني ده سؤال حين سؤال ممتاز جدا وهنا نتعرف حاجة زي كده احنا ببدئين لازم نعرف الجهاز الليزر الليزر هل هو فعلا الليزر ولا هو مثلا حاجة زي البلازمة ولو جهاز الليزر لازم نعرف هل هو مثلا الليزر هو سي او تو ليزر ساني اكسيد الكربون او الاربيام ليزر عشان نعرف هي استعملت ايه ساعات في الاجهزة دي النغز اللي بتقولها دي الليزر او البلازمة بيعملوا لسعة خفيفة مكان كزا نقطة ممكن اللسعة دي تكون تعباها هي اللي تعباها شوية في الحاجات زي كده لو هي حاجة بسيطة طبعا الطبيب بتاعها اللي يفحصها احسن مني انا الكلام بس يعني بيشوف لو هي اللسعة العادية بيقى فيه شوية كريمات مرتبة بتتعالج الكلام ده وما فيهاش مشكلة خالص بس لازم الطبيب يشوفها يتأكد مثلا مقدره ما فيش عدوى ما فيش حاجة وغيره ما بيقاش في حاجة بيقى فيه لسعة خفيفة بالنسبة لسؤال العدسات اللسقة الليزر بتاع العين او البلازما اللي حوالين العين ما بتوصلش لقرانية العين خالص وما فيش اي مشكلة خالص انها تلبس العدسات بتاعتها خالص تلبسها زي ما هي عايزة ان شاء الله ثاني يوم طيب هسمعك بقى ابو العريف ابو العريف المعجباني بطل العالم في الفتش هنسمع ونستمتع بابو العريف هو امه العريف مراته تعالوا نشوف معه بغض يا باشا انا والمدام اختلفنا كثيرا عن مسألة شد الجفول هي عاوزة تروح لدكتور تجميل وانا بقول لها يا ست الكل مطبخك هو عيادتك نزلت لها يا باشا فيديو ملع الانترنت كيف تعالج تهدل الجفول في عشر دقائق وكل من خير الطبيعة الشيء اخضر شرائح خيار بيض بيب صبار زيد جوز الهند واستخار واختار اللي يعجبك يا باشا ما اقتنعتش غير لما خوفتها على عانيها الحلوين وقلتلها يا ست الناس الشغل جنب العين خطر حتقوليلي ليزر حتقوليلي بدون جراحة اجهزة حديثة برضو تيك كار لان ما فيش اغلى من عين البني ادم هو باش تيك كار دا دا اولو عريفة انا مش هاد رفتي بقى مدم هو اللي قال كده خلاص ما اقدرش الكلفة خطع خيار خطع خيار وكله مطبخ وعياتي اه المطبخ هو يعني خلاص يعني الرجل بسم الله ما شاء الله يعني افتى هو الجلمة الاخيرة حقيقية تيك كار هو تيك كار فعل لازم نختار نعمل فين من اللي يشتغل حولين عيني اه لازم يكون متخصص هو مبدئيا يعني بس طبعا هو راح في حتة تانية راح في حتة تانية خالص مبدئيا فيه مثل بيقولوه برا في اوروبا خلاص اللي هو هترجمه بالعربي فرق بين معلومات الانترنت خلاص والدرجة الطبية ميكا ديفرنس بتيوري الانترنت سيرش اند ماديكال دجري المعلومات اللي موجودة عموعة الانترنت خلاص بتحاول تدي المريض يعني نظرة شمولية عن المرض عشان يبقى عنده البيز يحاول يفهم هو عايز ايه وحتى طرق الشرح العلاج بتبقى طريقة شمولية ما هياش طريقة تخدها علمية تتعالج بيها خلاص لازم الطبيب متخصص يبص على المريض خلاص لان فيه خبرة في الموضوع هي مش مجرد واحد قرى كتاب او دكتور حتى لو الطبيب واحد يروح فتح اول ما يفتح كتاب ويقرأ يبتل يطبق على المريض فيه سنين من التمرين وسنين من الخبرة الطبيب بيكسبها من خلال تمرين تحت اطباء اكثر منه خبرة لغاية ما بيوصل للمستويات دي عشان يهالجوا المريض بدون ما يدخلوا في مشاكل وهو ده الهدف ان المريض يحضر احسن خدمة ويوصل لاحسن نتيجة وهو بامان تاني وعشان كده في منطقة العين بالذات زي ما حضرتك قلت فيه حاجة اسمها الاوكيوكلاسي او طب تجميل العيون ده تخصص لوا ده تخصص لوحده في طب العيون الدكتور العيون بيتخصص علشان المنطقة دي زي ما حضرتك بتقول منطقة حساسة جدا فمهم الطبيب تجميل العيون ان هو يحصل او احسن شكل مع احسن وظيفة للعين ما يعرضش وظيفة العين اللي هي اساس وظيفتها انها تشوف كويس جدا او يعرضها لخطر عشان الوضع التجميل هو بيعالج جمالي لكن في دماغه اهم حاجة ان العين تبضل تشوف كويس جدا بالظبط اذا هو جملة اتحطت في السياق طبعا بسياق تخريفي من تخريفاتها بلعرف لكن هي فعلا لازم ناخدها الوحدة كده منبصر تيك كير او تيك كير طبعا هو قالها طريقة تيك كير ماشي دورتنا وشرفتنا اصعتنا شكرا تاني على الصدافة بتاع انا المشكر جدا على قبول الدعوة وشرح التفصيل الجميل في واحدة من ارقى حلقاتنا طبعا على الاطلاق مع ضيف العزيز الاسس دكتور الضياء عبدين استشارة طب والجراحات العين وتجميل الجفون وزميل كلية الجراحين الملكية بإنجلترا وزميل مستشفى دكتوريا الملكية ومستشفى جامعة نيوكاسل الاسم القدير في هذا المجال الذي ابدع في واحدة من حلقات اللي هتاجت صدق كبير جدا عند الناس لانه في ناس كتير مش متخيلة ان مشكلتها ليع حل الصور النهاردة والحلقة دي لازم تتعاد لازم تذكرها كويس الصور النهاردة كل صورة بتحكي قصة مهمة جدا وانت ممكن تشوف نفسك في احدها هذه الصور وتتخيل الله ده انا كان عندي مشكلة ده في ناس هتكتشف ان عندها مشكلة ما كانتش شايفة ناسها عجزت تعبانة مرهقة مش عارفة تحدد بس في مشكلة والنهاردة في الجملة اللي قالها في السياق ملوش علاقة بالحقيقة لكن هي جملة لوحدها حقيقية تيكتشف تيكتشف بليز خليكم بعد دكتور اهم النصائح الطبية للحفاظ على العمود الفقري والرقبة وتخفيف الاعباء عليهم والوقاية من المشاكل المتعددة اللي ممكن تصبهم مراقبة راحة الجسم اثناء النوم واثناء الجلوس اللي لازم فيه القدمين تلامس الارض والمحافظة على استقامة العمود الفقري وتجنب امالة العنق لوقت طويل مع وضع الشاشة والملفات على بعد الذراع من الشخص العامل وتنظيم بيئة العمل بحيث يتناسب مع الجسم والمهام المطلوبة مع الحرص على تغيير وضعية الجسم بشكل متكرر والعمل على السيطرة على التوتر والضغوط ومن اهم النصائح رفع الاوزان بطريقة صحيحة بالاعتماد على استخدام الساقين في الارتكاز لحمل الوزن بدلا من فني الظهر واتباع نظام غزاء صحي متنوع المصادر الغنية بالفيتامينات والبروتينات والكالسيوم مع شرب كمية مناسبة من المياه كل يوم وطبعا الأقلاع عن التدخين والحفاظ على وزن صحيح أهلا بكم النهاردة يوم مهم جدا ويهم ناس كتير جدا جدا مش عايز أقول لكم يهم كل الناس في مصر يهم الناس كتير جدا في الوطن العربي مين ما بشتكش من ألام في ظهره في الرقبة ألام الظهر والرقبة بقت شيء يعني مزعج للغاية لأن احنا كمان بنتعامل مع ظهرنا ورقبتنا بشيء من الاستهتار بس ساعات الاستهتار ده بيكون نتيجة طبيعة العمل مش مش يعني المشاكل تكون نتيجة طبيعة العمل يعني واحد شغلته يشيل أكيد هيواجه بمشكلة واحد طبيعة شغله إنه هو بيميل لقدام أطباء الأثنان والجرحين أطباء العيون المدرسين الناس كتير قوي بتتطر شغله منه على طول ميل حركته دايما مفاجأة الناس اللي بتشيل رايح جايه وساعات يتحركوا حركات مفاجأة زي مثلا الويترز في أماكن معينة حمالين يعني اللي بيشيلوا في البنة لغاية دلوقتي ما عندناش الإمكانيات الآلية إنها تخلي الناس تشيل أقل برضو السواقة الغلط والمطباط اللي في الشوارع تكلمني بقى يعني كل ده بيدفع تمنه الإنسان غالي جدا يعني لما نيجي نشوف مثلا حادثة الناس ساعات بتسوق بتهور الناس شايف حادثة كوميدية جدا مش شايفها في الفيديو الناس بتسوق بتهور شدي جدا حكات السرعة عند الشباب الساحل الشمالي اللي مليان جري بالعربيات في طريق قدي كده معرفش ليه هل القصة محتاجة طبعا صبرت نفسي لأنه الحوادث بقت كتير جدا مثلا هنا يوريك إزاي العمود الفقري ضعيف جدا الفيديو ده مهمة قوي أدي حادثة وبص بص بص الحادثة والواحد سيء بسرعة مثلا معرفش كام العمود الفقري كله ممكن يحصل فيه تأسرات انزلقات وضروفية بتضغط على الحمل الشوكي وممكن تبقى مفاجأة والعظم بتاعنا يا جماعة مش قوي يعني سهل جدا يحصل مشاكل فيه والألام تيجي نتيجة إن حضرتك بتسوق مثلا أنا أنا بتهالي والله أنا هقول لكم بصراحة يعني في أماكن في مصر سكانها اللي بيسوقوا فيها سهل جدا يحصلوهم مشاكل سهل جدا يحصلوهم مشاكل في ظهرهم أقولها لكم على طول كده الناس اللي ساكنين في حدائق الأهراب اللي يدخل حدائق الأهراب ويطلع منها بعربيته وهيطلع على السمكري وهيطلع بظهره فيه مشكلة يشوفوهم حل أنا ما أكلمكم أم حدش يزعل مني فيه ناس كتير جدا في حتة كتيرة بقى في مصر عندها مشاكل كبيرة قوي في ظهرها بسبب المطباطن في الشوارع ولازم الدولة يعني تشوف حل المسألة دي الدولة بتبزل مجهود كبيرة قوي في بناء الطرق بس فيه حتة دي مسئولية الحي بتاعها لازم يشتغلوا يزبطوا شوفوا حلهم بقى مش يقولوا شوية نحفر وكل شوية موز الأرض تاني ده من الظهر الناس ورقابتهم ما بقتش في سلامة بقت بتدفع تمن غالي والألم بقى بيدايق الناس يعني اللي عنده ألم في ظهره أو في رقابته وجماعة ما بيعرفش يعمل حاجة بيعطوا بقى يعني ممكن المسكبات كمان تبهدلوا تبهدلوا المعدة تبهدلوا كلا هنا بيدخل دور برانش جديد في الطب ومهم جدا هو مش جديد وهو قديم بس بالنسبة للثقافة للناس كتير ما تعرفش إيه هو علاج الألم النهاردة هنتكلم بالتفصيل في هذه المنطقة المهمة جدا اسمحولي أنه رحم بواحد من الستارز بتاعت هذه البرانش المهم وهنتكلم معاه بالتفصيل وأكيد أنا شايفه يعني اتسم لما قلت يعني المطباط وهو الأخير فأكيد هسأله في بداية الكلام على إيه اللي ممكن يدور ظهر ورقبة ناس كتير ضيف العزيز لأستاذ دكتور أندرو فارس استشاري علاج الألم والعمود الفقري والمفاصل المدرس لعلاج الألم بالمحدة القوم الأورام بكل الطب جامعة القهارة عضو الجامعية المصرية لعلاج الألم الاسم المتميز أهلا بيجي دكتور أندرو أهلا بيجي أنت ابتسمت وأنا بتكلم على المطباط لأنها الكلام اللي حضرتك قلته هو كل أسباب المشاكل العمود الفقشي طبعا موضوع الحوادث العربيات ديت هي من أول ما تعمل ديسك لحد ما بتعمل يعني هو مريض إمتى يعمل حدثة يجي له شلل ما ده بسبب كسر في العمود الفقري يعني هو بحية بتبقى كده فهي الكسر اللي هو في العمود الفقري في العنقية ممكن يؤدي إلى وفاة كلام اللي حضرتك قلته هو يعني أنت لخصت كل الأسباب العمود الفقري من أول الممارسات الخاطئة في الحياة لحد السواء الحد لطرق الوحش الحد الحوادث يعني يمكن ده حاجة وحيدة اللي حضرتك ما قلتهاش هو الوقوع إن واحد يقع بالفضل يعني إن واحد يطلع على سلم يقع من دور الثاني ويقع من دور الثالث وهو ما فيش حاجة تانية خالص في العمود الفقري دي أسباب الألم دي أسباب الألم الظهر هي مين دي بتبقى يعني هو في حاجتين في مشكلة إن هو بناء أدم خلقته تؤدي إن هو يجي له خلز لغ غضروفي ده في بناء أدمين كتار جدا بيحصل لهم المشكلة دي هو خلقته كده بتبقى عنده الفقرة خمسة سيكرالاية شوية فبيبقى الضغط بتاع عمود الفقري كله على الدسك الرابعة والخمسة القطنية فبيحصل له ضراغ وضروفي بسنة صغير وهو ما عادش حاجة غلط في عيانين بيبقى عندهم القناعة العصبية موجودين بها ديقة ده مشعب خلقي ده هو خلقت ربنا إن هو القناعة العصبية ديقة زي ما واحد مقاس رجله واحد واربعين واحد مقاس رجله سبعة واربعين ده قناعة العصبية بتاعته ديقة ده القناعة العصبية بتاعته واسعة في الآخر إحنا بنتكلم إن العمود الفقري سواء عظم أو غضريف أو ده بيحمي الحبل الشوكي والأعصاب ممكن تبقى مشكلة كبيرة جدا والقناعة العصبية بتاعته العيان ده بتاعته واسعة خلقت ربنا فمش عاملله عارض جامدة في ممكن واحد تاني يبقى عنده مشكلة بسيطة جدا ديسك واحد عويد جدا مفوش حاجة بس هو قناعة العصبية عنده ديقة فتعمل له مشكلة كبيرة جدا فهو ده هو دي مشاكل العمود الفقري أهم حاجة فحص المريض أهم حاجة الأعراض اللي هو جات له يعني سواء عنده تزحص فقرات عنده كسر فقرة عنده سرطان فقرة عنده يعني المرض ده عمله إيه أعراض ومن الأشعة ومن الفحص بنشوف حالة عالجة زي عبل ما ندخل برضو جوة الموضوع فهرس الأمراض كده اللي احنا ممكن نواجهها في العمود الفقري هو أول حاجة الدسك اللي انزل لك الغدرو عشر حاجة عشر حاجة دوت بييجي في أي فكرة بقى من الفكرات سواء العنقية أو القطانية أو الصدرية الموسكا من طبعا هي القطانية اللي بعديها على طوله عنقية الصدرية بتبقى قليل قوي في الحاجة التانية تزحزح الفكرات تزحزح الفكرات دوت بيحصل في القطانية وبيحصل برضو في العنقية واللي بعد كده بتبقى السانويات السرطانية اللي في الفكرات لأنه هو أول ما كان بيجي له سانويات السرطانية في عدم هو فكرات الضخر العمود الفقري بعد كده فيه حاجات عيوب خلقية زي الإعجاج والأتب يعني السكوليوزز وكايفوزز وكلام ده كله سواء تليجوا إثنين مع بعض ميل بقتك كايفوزكوليوزز ففي الآخر هي ديت برضو هي أمراض العمود الفقري وما فيش حاجة خمسة ستة هم دول هبدأ الأول يعني إنزلاخ الغضروفي ناس كتير قوي وهل إنزلاخ الغضروفي برضو للفكرة الأساسية هل هو حالة مرضية أشعان نشوف الأشعة المقطعين نقول ده إنزلاخ الغضروفي والعرض يعني المريض لما يشتكي من أعرض نقول ده إنزلاخ الغضروفي لأنه ساعة الأشعة فيها إنزلاخ والمرض ما بيشتكيش أو المريض بيصوت والأشعة ما فيش حاجة ها طبعا هو الأول إيه هو غضروف الغضروف دوت هو الكارتلج أو الدسك الدسك دوت ما بين الفكرة العضم والعضمة اللي تحتيها في الفكرات بيبقى فيه حاجة مادة زي كارتلج مادة جيلاتينية هي ديت الدسك فهي المفروض إن هي مادة مبطنة للعضم الدسك دوت هو مع الأوضع الخطئة مع حوادث مع واتفر مع أي حاجة مع حاجات ديت بيتزحزح من مكانه بيتحرك من مكانه لما بيتحرك من مكانه حيعمل ضغط على العصب لأنه هو العبود الفكري في آخر نحن قلنا أنه هو عمبارة عن بروتاكشن أو أفص بيحمي الأعصاب فلما حاجة بتتحرك فيه هتضغط على أعصاب سواء في الرقبة هتضغط على أعصاب اللي راحها للإيدين هيعمل تنميل في الإيدين وواجع في الإكتاف والكلام دوت أو في القطنية هعمل واجع في الرجل وتنميل في الرجل والعلق الناسة والكلام اللطيف دوت وبس هو دوت ماني هو ده انزراك الغضروفي الدعوة بقى بيحصل في القطنية في العنقية في الصدرية وفي كل حتة يعني نفس الفكرة بالزبط كيف نتعامل معه من خلال منصومة علاج الألم نتعامل معه للمزلقة الغضروفي هو الطبيعي أنه هو مريض أو ما بيحس بواجعه في ظهره ورجله أو في رقابته ودراعه أو في رقابته وكتفه بيروح للدكتور المختص سواء بتاع عظمة أو علاج ألم أو مخة وعصاب أو أي حاجة ما حاجات ديه بيتفحص بيبقى النظرة مبدئيا أنه هو غالبا عنده انزراك الغضروفي من الفحص أول حاجة بيروح يعمل أشعات أشعة أو أكتر أشعة بتبين انزراك الغضروف هي الرانين المغناطيسي بيانرانين المغناطيسي وبيجي لك به بتفحص عيان دوت عيان دوت أنت أول حاجة علاج التحفظي علاج التحفظي اللي هو علاج الطبيعي والأدوية والبادرست العيان أنت حتقول أنت حتريح لك أسبوعين حتاخد الأدوية اللي هي تبقى أبسط لعضلات مضاد لألتهاب مسكن يمشى على حاجات دي هتفتر كده لطيفة أسبوعين ثلاثة ماكسيمم شهر حيستريح خلاص يبه هو كان عنده مرحلة أكيوت ستيج وراح الوجع وموضوع بالنسبة له انتهى حيتبع بقى كل سنة ولا كل سنتين يعام الرانين يشوف الأخبار إيه المرحلة اللي بعد كده اللي هو علاج التحفظي ما جابش نتيجة اللي هو بيجلنا فيها كل عيانين لأن عيان بيجيل واجع بيروح الصيدلية الصيدلية بيجيله بسكن وموضوعه تمام يعني فإحنا عندما بيجلنا في ستاب تول اللي هو البسكنات ما جابتش نتيجة أصلا فبنشوف قدامه بيتفحص وبنشوف دهوات هيحتاج علاج تدخلي ولا علاج جراحي علاج التدخلي دهوات هو التردد الحالي حق نجزور أعصاب أي حاجة تحتاج إشعة تدخلية شفت غضروف شفت تابخير بالليزر أي حاجة من حاجات اللطيفة دي علاج الجراحي ده من فحص عيان عيان أنت عنده سقوط في الكدم مش عارف يتحكم في البول عنده البول بيقطع عنده البول بيزبقه عنده حاجات دي كلها ده هيبقى جراحي فأنت في آخر قرار عيان يعمل جراحة ولا ما يعملش ده بعد الفحص مش مقاشعة خالص ممكن تبقى أشعة وحشة جدا وعيان ما يعملش جراحة ممكن تبقى أشعة لطيفة جدا بس عيان لازم يعمل جراحة النهارة هو ده كان سؤالي إذن الفحص هو الأهم من الأشعة أهم من الأشعة ده شيء مهم للغاية طب الزحزحة الفقرية يعني دي كلمة برضو بتقلق قوي يعني إيه زحزحة الفقرية زحزحة الفقرية معناه أن الفقرات ما بقيت غير مستقرة يعني الفقرات هي كل فقرة هي عن برا عن عضمة وعضمة ما بينها وعضمة التانية في فاصل أو واصلة بيحصل كسر في الفاصل ديت أو تحرق في الفاصل ديت أو أي حاجة من الحاجات ديت هتبتأدي إن الفقراتين ما بيقشفق بعض على طول طيب العيان لو عنده القناعة عاصبية بتاعته واسعة وعنده تزحزح في الفقرات هتبقى أعراض عبيطة جدا يعني هتبقى أعراض مش هيبه فيه بس كلمة خوف يعني عندك تزحزح في الفقرات وبس حصل خير يعني العيان عنده قناعة عاصبية ضيئة وتزحزح بسيط حيبقى عنده أعراض جمدة طيب إنت في آخر هو التزحزح في الفقرات معناها إن الفقرات دي غير مستقرة إن الفقرات دي يبقى تتحرك يعني معاك مش هي مسكة في بعض فإنت حلها إن إنت حسب الأعراض زي أي حاجة الأعراض لو أنت المريد دو وقته عنده أجع هيعمل علاج تدخلي بدون جراح لو المريد دو ويتعنده سقوط في القدم أو مشكلة في التحكم في البول هيعمل جراحة توسيعة وحيعمل تزبيط فاكرات طيب هيا تزبيط الفاكرات بترجع في فقرة متزحزح الجراحة لأ مفيش حاجة بترجع في فقرة متزحزح فأنت مجرد تزبيط الفاكرات أنت بتثبت الفكرات. فكرة من الزحزها خلاصت الزحزها. مش هترجع. وفيش حاجة هترجعها. يعني لو حاجة بسيطة ايه ممكن عليك طبيعي سنة. الكايرو براكتك. الكلام اللطيف دوت ممكن شوية ان هو مش بيرجع برضو بس بيحسن الدنيا حابة. جراحة تثبيت الفكرات مش بترجع الفكرة بتثبتها لان حتى اسمها تثبيت فكرات. الحاجة التانية لو مش هتعمل جراحة تثبيت فكرات هتلبس حزام لفترة طويلة جدا. ودوت احسن كم من جراحة بس بيحسن. عايز اتكلم على التردد الحراري والحق. بالنسبة لي الناس اللي عندها مشاكل فيه الغضروف. هو الفكرة تعال التردد الحراري هو دوت البيزك خالص بتاع العلاج التدخلي. يعني ده احنا بنتدي بيه بقى يعني بداية الكلام هو التردد الحراري. ده بيبقى المريض. ده ابسط اشكال. وهو الموسقى منه. أشهر. هو أشهر وهو الأبسط وهو الأرخص وهو يعني البيزك يعني. ده الصباح الخير يعني. دوت هو فكرته انه هو بالنسبة لعينين في المرحلة المتوسطة أو بسيطة. اللي هم مش محتاجين جراحة خلاص بعد الفحص ده ما لهمش جراحة. عندهم وجع جامد. الوجع ده بيعيك حياتهم. دوت بيبقى تحت جهازة الأشعة التدخلية. بنوصل للأعصاب المضغوطة. اللي هي فيها التهاب اللي هي عاملة وجع اللي هي عاملة مشكلة. وبنعمل بإبر معينة بتوصل لهذه الأعصاب. بنعمل نبضات حرارية. على درجة حرارة معينة بتضيع التهاب جزور الأعصاب. بتعمل توسيع في مجرى عصب. بنحق المواد معينة بتلغي التهاب جزور الأعصاب في نفس الإجراء من نفس الإبرة. وبنمشي على يعني عصب عصب من الأعصاب اللي هي اللي شايفينها في الرانين قبل كده إن هي متأثرة بالمشكلة. فدوت بيعالج ألام بتاعت المريض. بتعليجها فترة تد إيه؟ بيعالجها فترة طويلة جدا. ممكن تبقى مدى حياة. حسب المريض هيعمل إيه بعد كده؟ يعني إنه هو يحافظ على نفسه ومش ناوي يحافظ على نفسه. هل اللي جاب له المشكلة هي وظيفته؟ يعني اوكوبشن الهازل ما لو هي وظيفته يبقى حيرجع له تاني. لأنه هو مش حقوق في البيت. فيعني لو واحد بيشتغل شيال جاله دسك جيت عالج عندنا عمل تردد حراري وعمل الكلام ده ووجع بقى زي الفل. رجع تاني بعدها بسبوعين يشيل تاني. حيرجع له ووجع بعد ست سبع شهور سنة. سوقت ريلا. حيرجع له بعد سنة برضو. فهو هنا بقى يقولك إيه العلاج النهائي وعلاج اللي مش نهائي والكلام ده. وهو علاج النهائي إن أنت حافظ على نفسك. بس مفيش حكا تاني. يعني أنت حتتعالج سواء بجراحة سواء بعلاك طبيعي سواء بتردد حراري سواء بشافطة وضروف سواء بواتفر. حافظ على نفسك. ما هلك برضو الجراحة لو ما حافظش على نفسك هتبقى؟ حيرجع. هتركع في حالة تانية. مفيش حل. مفيش حل. هو ميزة وحيدة بتعالج التدخلي إن هو مفيش مضاعفات. بس لو اللي يناسبه. لو الشخص اللي حالته تناسبه. هو أي شخص حينسبه. بس الفكرة إن أنت لو بدلوقتي أنت عندك مريض. عنده سكوت في القدم. وعنده مشكلة في التحكم في بول. وعمره تسعين سنة. وما ينفعش يعمل جراحة عشان صحته زي الزفت. وعنده ألم مبراحة. هتعملوه. هو الحل الوحيد إن أنت هتعمله. اللي هو أبسط حاجة في علاج التدخلي. علشان الألم اللي عنده تقل بنسبة خمسين في المئة. طبع. ستين في المئة. يعرف يعيش عيشها بدون ألم. في آخر. أحنا بنتكلم كله. نحن عايزين نعيش حياة بدون ألم. مش هادر يمشي على المسكنات عشان ما تجبلوش شاشة كلاوي. هل هي بتنفع كل عينين؟ بتنفع كل عينين. بس إنها يجيلي عيان خمسة وعشرين سنة. مش عادي في تحكم في بول. أقول له هتعمل تردد حلالي. يبقى أنا بس طابت. يعني إذا دفنت يعني أروح عمل جراحة طبعا. فالجراحة بتتعمل لو إنت لازم تعمل جراحة. أي حاجة يعني مش ما عندكش أعراض اللي تخليك تعمل الجراحة. لا إدي طبعا نفسك فرصة أن إنت ما تتعاليك بدون جراحة. لأن وانس عملت جراحة في الظهر مش بترجع عملك زي ما كنت. دفنت يعني. يعني فبس فأقرب. دي حاجة واضحة جدا. كل حالة كل ستيويشن له أسليب علاجية درجات علاجية. بناخد درجة أولى بناخد درجة تانية بناخد الدرجة الأولى. طب بالنسبة لي. دي القناة العصبية ده من الحاجات المشهورة أو. ما هو كل عينين بيبقى عندهم بدام فيه واجع يبقى فيه ديق في القنص. أو ديق في مجرى عصب. يعني إما القناة نفسها هي اللي فيها اللي دايقة. أو مجرى عصب نفسه هو اللي دايقة. طيب. أحنا بنعمل إيه؟ هو التوسيع القناة العصبية ده بيتعامل بالجراحة. فتح. في عضم عضم بيتشال. بيكسروا العضم. أو في غضروف بيتقرد. فالمجرى عصب بيوسع شوية. هو يتعامل فرامينو بلاستي. أي حاجة من حاجات اللطيفة دي. فالدنيا بيجرحها. بعدها بيحصل تلايوفاتها كلوسات كلام من ده. فبديق تاني. فواجع بيرجع. فديعبها. الحاجة لو أنت بدون جراحة. توسيع القناة العصبية بدون جراحة ده بيتعامل بطريقة تانية خالص. أن أنت بنخش من تحت خالص ما عنده عصعوس بأسطرة اسمها راكس كاستر. دي أسطرة حديدة. أسطرة معدنية. أسطرة دي بتوصل لحد المنطقة اللي فيها دي. المنطقة الديقة. بنحقن شوية حاجات معينة. اللي هو الهاليز مع هباتونيكسالاين مع كوكتيل من المواد ديت. لو فيه أي تلايوفات ولا التساقات ولا أي حاجة من حاجات ديت. بتدوابها. فبالتالي القناة العصبية بتوسع. بس هل هو توسيع جامد يعني. لا ده توسيع نسبي. هو ده حاجة بسيطة جدا يعني. وبنعمله في كل الإجراءات بتاعتنا يعني. لأن هو مفيش مريد عنده تسرغ غضروفي تسرغ فقرات. عامل جراحة بلكده وجاله واجع تاني. وده نص عينين بتاعنا يعني. نص عينيننا عاملين جراحة لتثبيت فقراتي إما استقصال غضروفي. وعندهم واجع رجع. فمش هعمل جراحة تاني ما هو. خدس ما هو جرب أبلكده وزي ما هو. فبيجي بنعمله التوسيع بدون جراحة اللي هو بيركس كاستر وبس. شفط الدسك كيف يتم بدون جراحة؟ ولا ده تعبير مش طغير؟ هو تعبير دقيق جدا. هو فعلا شفط. إن احنا بدنا ندخل آلة جوه نواة غضروف وبناشفط. وهو بيتعامل بدون جراحة. بس هو محتاج إن انت تختار حالة يعني تكون حالي انديكاتيد. يعني هو ما بيتعملش في حالات متقدمة. ما بيتعملش في غضروف اللي بقاله ستين. لازم الدسك يبقى فرش يعني يبقى بقاله شهرين تعالى تربعة موية. لسه شفت يعني. ولازم الانيولوس اللي هو جدار الغضروف يبقى سليم. يبقى انتكت. لقدر الغضروف يا جماعة له كور والجدار. نواة والجدار. النواة اسمها نيوكلياس. الجدار اسمه أنيولوس فيبروس. الجوه دي نيوكلياس بلبوسس. لازم الجوه دي تكون اللي بره يكون سليم. اللي بره هو أستك. اللي بينزلك هو النواة. ما اللي عمله كده اه. فالنواة بتتحرك. بتزقف الجدار. فانت لما بتيجي بنشهد بنشهد من نواة غضروف. فلو جدار الغضروف سليم. الأستك حيلم. فتحتشهد من النواة فغضروف حيرجع تاني. ده بالبال دي خالص. طيب لو احنا الجدار اتقطع خلاص. حتشهد من النواة طيب ما هو الجدار مش حيلم. فغضروف حيفضل مزقوق. فمريض مش هيستفيد خالص من شفت الغضروف. هيخسر شوية فلوس اللي هو دفع. لانه ده إجراء مش رخيص قوي. ومش هيستفيد. مش هتئزي. يعني حالته مش هتبقى أوحش بسبب شفت الغضروف. مع إن الجراحة ممكن تبقى حالته أوحش بعد الجراحة. فشفت الغضروف ده إجراء ما فوش أي مضاعفات. ما فوش سايد افاكس. ما فوش أي مشاكل. بس اللي لازم يبقى حالي انديكاتيب. لازم يبقى عين. خاص. عين معين بمواصفات معينة إحساب. ونحن الكلام بالنسبة للليزر. التبخير بالليزر ما هو هو برضو. إنت مبخر من نواة غضروف. يعني الجراحة غضروف ده ما فوش حاجة لك تتشفت ولا تبخر. يعني هو أستكر. دعي. أنا عايز أنط بسرعة على الرقبة. هروح للرقبة بسرعة وشوف. الرقبة هل ممكن اللي إحنا بنقوله في التعامل مع الغضريف يتعامل في الرقبة؟ سواء ترادو الحراري. هي كسة الرقبة وخشنة الرقبة والكلام ده هي الرقبة مكونة من عضمتين. عضمتين دول ما بينهم أربطة وغضريف وكلام لطيف كده قد روف حلال الربطة الصليبي لكلام اللطيف ده. إحنا عندنا آلام الرقبة بتبقى سن صغير. مريض صغير في السن. المريض ده وقت حاجة له إصابة أكيد في الرقبة. فاتقطع له أي حاجة. ده لازم يعمل منظر الرقبة. ما يتحقنش ولا يتعمل له تردد حلالي. ويتعمل له أي حاجة لأنه ستسكنه شوية وده لسه 25 سنة أو 30 سنة أو 40 سنة لحد سن 55. ألام الرقبة لازم يعمل العيان لازم يعمل رانين ولازم الشخص كويس لازم يعمل جرحة. غالبا ستبقى منظر الرقبة. طيب بعد سن 55 ألام ستبقى غالبا خشونة. طيب الخشونة دية علاجها أول حاجة الحقن. حقن الرقبة حقن بالحاليز حقن بالPRP حقن بالستام سالز اللي هي خلايا الجزعية اللي بتجاب من الدهون ولا من بوم مر ولا من وتابر. دي أول ستاب. ستاب اللي وراها بنعمل تردد حلالي. اللي هو أي تردد حلالي دوت. احنا أعصاب اللي راحة للرقبة اللي هم رسمون جديك للنرو في اتن فوق واحد تحت. دول بنعمل لهم تردد حلالي تحت أشعة تدخلية كوي. فدوت بالإحساس بالألام المفصل لنفسها بتروح. بيقعد عيان كده سنة ومص سنتين ثلاثة. طيب المرحل المتقدمة قوي اللي هو عيان كبير في السن فوق سن الستين وعنده أطعف أربطة. فده موجود بقى ده ما تكلمناش فيه. ده ما ينفعش عمل منظار. والحق إن والتردد حلالي مش هيفيده. فده ما عندوش غير تغيير مفصل الرقبة. فهي يعني موضوع الرقبة ما عندكش غير ثلاثة أبشنز. صغير في السن هتروح تعمل منظار. عندك خشونة بس هتحقن مرة التانية بعد كده عمل تردد حلالي. بعد كده ما استفدتش خالص يبقى أنت عندك غالبا أطعف أربطة. فلازم تعمل تغيير مفصل. دي الخريطة بتاعك. خريطة الرقبة. وما فيهاش فتي. وما فيهاش فن. يعني بس. بس هو الفكرة إن المريض بيجيك يقولك طب أنا هستفدت دي. طب الحقن اللي هتديها لي دي أنا دكتور هتريحني كم سنة. معرفش. عمر ما الدكتور يقدر يعرف. ممكن تريحك ستة شهور ممكن تريحك تلاث اربع سنين. في عائلين بيسترياحه ستة سبع شهور في عائلين بيسترياحه تلاث اربع خمس سنين من حقنة رقبة. وكل ده بيعتمد على المجهود اللي عائلين بيعمله. بيعتمد على حالة الغضريف بتاعته. البروغراشن أو يعني سرعة الخشونة. يعني في نات بيجريه خشونة ع سن الستين في نات بيجريهم ع سن الربعين. فكل حاجة في الجسم إيز بهنامك. فالمريض برضه بيطلب يعني عايد يسمع كلام معين. احنا مش هنعرف نقوله. يعني هستريح ادي ايه بالزبط. دكتور انت قلت له هستريح سنة وانا استريح تسعة شهور. طب نحن عمليه طريق بحضرتك. لأن المريض في ظروف كتيرة حواليه. حركته وزنه بيأكل ادي ايه وزنه زاد. بتحرك حركات غلط. ركب عربية لفترات طويلة. كل يوم بيشتغل شغلانة معينة بتستنزف من الرقبة. دي كلها عواليه. تعرف دكتور ايمان يعني في عيانين بتخشونت الرقبة يروح اعملوا علاج الطبيعي. روح الراجل بتاع علاج الطبيعي. يقول له اطلع على عجلة اقعد عليها نص ساعة. فتخشونت الرقبة وكرر ان هو يقعدوا على عجلة. يقعد عليها نص ساعة كل يوم. يعني خلاص الموضوع انتهى يعني الرقبة دي انتهت. وبيجي يقول لك انا عملت علاج الطبيعي على دكتور كنت بروح كلهم لبتاع علاج الطبيعي طبعا. هي كده. هم ساعات بقبلوا عاجات متفوتنا. طيفة جدا حالات طيفة جدا دي يعني. بيزعلوا. طيب وبنسبة كلمة الفتي اللي انت قلتها دي احنا شخصية في عندنا شخصية مبتكرانة اسمها ابو العريف. ابو العريف ده الاسم المشهور اول الفتيين. واعتقد ان الفتي عندكم في برنش بتاع علاج القلب ده يعني. احنا شخصية. دي كل برنش هاته الطب بس انتوا عندكم بزيادة شخصية. السحر فيه كتير. ها يعني تعالوا نسمع ابو العريف. ابو العريف على فكرة ممكن يدايقك لو خدته على قلبك. فدايما خدوا بكوميدي. تعالوا نسمع ابو العريف. يا باشا ما احترامل حضرتك واحترامل سيادتك. حضرتك ما تزعلش مني شكلك كده مش متابع. اباشا هو في بيت ما فيهش تلفزيون. ده فيه قناة افلام يا باشا كل عشر دقايق يجيبوا اعلان نص ساعة. بيقولوا يا باشا عن كريم بيعالج الرقبة والعمود الفقري والمفاصل والعظام. كريم واحد يا باشا بيعالج كل الحاجات دي. فكر حضرتك اللي بين السحري او ده بقى يا باشا الكريم السحري. طبعا يعني كلمة جابت من الاخر. على فكرة مشاكل مثلا الرجبة او الظهر او الانزلاقات الغضروفية او او الاخير. حد قالك كريم ده بينسب عليك. كلمة ورد ده غطاها بينسب عليك. تقولي بقى الاعلانات اللي بتيجي في القنوات اللي هي تحت السل بتاعت بيري السل. اللي الدولة اللي بتخرج خارج نطاق البرقبة وبتطلع من الاعمار الصناعية خارج النايل سات. دول بينسبوا على الناس. واضح الكلام. هتقولي الحاجة. كريم السحر بيجولي كله. بيجولي. اعتريك كريم السحر. اعتريك هادي. بس اكيد يعني في وقت ما الاوقات كنت زعلان. كنت مدايق. كنت مدايق. كنت مدايق غبار يعني. بتنزل بالبيت. اصف في نفسيتي يعني. وبعد كده بطلت بقى خلاص الموضوع ده. بيت انا بدور برضه علي. اه. هو فين. بطلعش اللي. اه محتاجه بقى. لا لا نصب نصب مفترة يعني. ضيف العزيز القيمة العلمية المتبيزة. السيد دكتور اندرو فارس. استشاري علاج الالم. والعبود الفقري والمفاصل المدرس. علاج الالم بالمحل قوم الاوراب. جامعة القارعات وجمال مصرية. لعلاج الالم. طبعا التايتل نفسه المعلقة اني. الشارب المعلقة هو بالاوراب. من اماكن الحوار فيها. الشورت. وتاورز اجوه. يعني في الهدف. ده شيء مهم جدا. في الطب. في المناطق. ساعات يكون المريض زي ما دكتور اندرو قال. عايز يسمع الكلام ممكن يكون كدب. ممكن مرهم هيروح يجيبه. من تحت البيت في اي مكان. او بالتليفون يجيله لغاية عنده. ويحمل هذا المرهم. يعني زي ما بيقوله. اوهام كثيرة جدا. ويضحك عليك. وبيدفعك ثمن غالي. الوقت بيعدي. وبدل ما انت تستفيد من اساليب علاجية محددة وجميلة. ونان انفيزف بشكل كبير. او مينمال انفيزف. يعني ما فيش نان انفيزف. مينمال انفيزف. لكن هتتحول بقى الى مشكلة اكبر. وتدخل فيه هذر تانية خالص. خليكوا دايما مع الدكتور. رصدت الاحصائيات العالمية تزايد حالات الحمل خارج الرحم بشكل سابت من سنة 1970. على سبيل المثال في الفترة بين عامي 1970 و 1992. سجلت التقارير ارتفاع في نسبة حدوث حالات الحمل خارج الرحم لأكتر من أربعة أضعاف. وبعد ما كانت النسبة أقل من أربعة في الألف قبل خمسين سنة من دلوقت. أصبحت نسبة الحمل خارج الرحم دلوقتي حوالي 2% من حالات الحمل. لما بيكون الحمل خارج الرحم بتكون نسبة المخاطر عالية. إذا تأخر التصدي لي أو أهمل قد تؤدي قناة فالوب الممزقة إلى حدوث نازيف مهدد للحياة. لكن بفضل الإمكانيات التشخصية المتقدمة يمكن اكتشاف حالات الحمل خارج الرحم في مرحل المبكرة. وده واحدة من ضروريات المتابعة المنتظمة مع الطبيب. وده بيقلل الأخطار وبيزيد من فرص الخصوبة في المستقبل. أهلا بكم هذا حوار ممتع للغاية وموضوع يمكن أول مرة نترحم. أول مرة حمل خارج الرحم. والموضوع ده وإحنا في سنة خمسة كنا ناخد نسا وتوليد. فكان السؤال يجي اكتوبك بريجنانسي. سؤال حلو. سؤال متين. ولو ما يحلتوش كويس وبنتها أكيد خيباني يعني. عايز أقول لكم إن في أسباب كتيرة قوي تعمل اكتوبك بريجنانسي أو حمل خارج الرحم. منها استخدام موانع الحمل بطريقة. يعني برضو في مواد معينة لو أنت تعرضت لها في المراكبات. مراكبات التنظيف ومراكبات البرسول والحاجات دي كلها. برضو التهاب الحوض. بعض الإصابات بالإندومتريوزيس. الإندومتريوزيس طبعا ممكن تعمل الحكاية دي. اللي هو بتنطلح من المهاجرة. التدخين. تعالوا نحف قدام التدخين شوية لأن التدخين خطير جدا جدا جدا. تعالوا نشوف الفيديو جايدا. طبعا هنا أفلام كارتون بعملوها جميلة جدا للتوعية. والأطفال الآن بيفاموا الإنجليزية جدا. وبيستوعبوا إنه إزاي التدخين له أضرار إزاي التدخين بيضر طفل. فبيبدأ من هو صغير يكبر. لأنه التدخين ده ضر جدا. هو صح برضو من ناحلة اقتصادية اللي هي أستاذ تقولك أنا هاوفر فلوس. كمان شوف أنا هاوفر قد إيه من إنه أبطل التدخين. كل ده مهم جدا. التدخين يا جماعة بيعمل حاجة خطيرة جدا في الطفل. اسمها إنتراترين فيتال جروس ريتارديشن أند إنتراترين فيتال ديس. يعني بيأثر على النمو الداخل الرحم بالنسبة للطفل. الطفل بينزل عنده مشاكل في النمو. قد تكون مشاكل عقلية كمان. وبالإضافة لكده ممكن الجنين يموت داخل الرحم. قصة مخيفة جدا. تعالوا النهاردة نفتح واحدة من أخطر وأكثر القصص. إخافة حمل خارج الرحم. هنمر أكيد على التدخين. لكن هو الموضوع الأساسي هذا الاسم المرأة. عمل لكن خارج مكانه الطبيعي. مع ضيفي المبدع دائما الممتع دائما ضيفي العزيز السيد دكتور عادل أبو الحسن. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون الحقن المجهي يعتمد على شخص واحد. هل تشوهات الحياة البنوية تلعب ضوء كبير كده في فشل الحقن المجاري؟ بالذات لما تكون تشوهات في رأس الحقن المنو. تشوهات الراحم منها السبت موجودة بيها ومنها نتيجة للتداخلات خاطئة. هل الأوراق المجهية لهذه الدرجة تؤثر على الحقن المجهي؟ جميع الأوراق المجهية يمكن استساعدها. الأستاذ الدكتور عادل أبو الحسن استشاري أمراض النساء والتوليد وعلاج العقم عند الزوجين. استشاري الحقن المجهري وأطفال الأنابيب. زميل جماعة كيل للمناظر والجراحات المايكروسكوبية بألمانيا. وعضو الجماعية الأمريكية للخصوبة والعقم. دكتور عادل بيب نورنا وشرف الكبير لنا هذه الزيارة. شكراً لنورك التعامل. انت اخترت موضوع مهم جداً وموضوع مسير والحياة مش متكرر. يعني ما خدنوش قبل كده الأول مرة هنتكلم على اكتوبك بريجنسي يمكن تاني مرة في تاريخ الطبي. انه هو موضوع امرجنسي. امرجنسي هو موضوع طوارق. طوارق. فخلينا ابدأ بحتة الجمهور دلوقتي متشوق لها وبيسأل نفسه يعني استكتب الزات. لك ازاي يحصل حامل الخارج الرحم يعني يحصل فين يعني. وازاي بيحصل اساسي. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا حامل الخارج الرحم ده من اهم الامرجنسي الموجودة في الطب. اه الطوارق. اهم الطوارق يعني الحاجات اللي لازم يبقى الواحد اكتوبك ميندد. اي دكتور نيسا دي نصيحة للشباب القطباء. اي واحدة حامل جات لك العيادة. لازم تفكر انك تبقى واخد بالك جدا انك هتشوف الحامل الجوه الرحم ولا ما شفتهوش. والتحليل ماشي مع اللي انت شفته ولا لا. مرتين تمانية اربعين ساعة عبرتي يعني لازم التحليل يتعامل مرتين وماشي مع اللي انت شفتهوه رحم ولا لا. فاخترنا موضوع لي حامل الخارج الرحم علشان هو موضوع هام جدا. وبيحصل منه مشاكل كتير وبقى مزد مع ناس كتير يعني ناس كتير يجون للعيادات. في مشكلة ومحنش عارف هي ايه. هو حامل الخارج الرحم. طب الحامل الخارج الرحم ده ممكن يودي بحيات الام. لو لم يكتشف بدي او اذا اكتشف مؤخرا فيه نازيف داخلي جامع جدا ولازم تلحق بقى وتجيب نقل دمه ونقل بلازمه حاجات زي كبه فهو موضوع مهم جدا 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 ومرتبط ارتباط وثيق مش بالحمله بس مرتبط بتأخر الحمل ومرتبط بالحق المجهي في حاجات كتير جدا جدا فهو موضوع شيق موضوع هام جدا وفيه نصايح كتير لشباب الاطباء ايه اماكن وجود حمل خارج الرحل حمل خارج الرحم يعني او الويدة المقصبة بدلا ما تروح تستقر في تجويف الرحم وتستقر في اماكن اخرى اهمهم قناة فالوب 96 الى 98% من الحمل خارج الرحم بيحصل في قناة فالوب فيه قناة فالوب يمين وفيه قناة فالوب شمال ف96 الى 98% من الحمل خارج الرحم بيحصل في احدى قناتي فالوب أو نادرا جدا ما يحدث في القناتين ظل الفيديو اللي انا جايبه للم δεν هاردة الفيديو هلية نادرة جدا 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 حملة خارج الرحم فيه القناتين فلوب في الاتنين مم التاني مكان ممكن يحصل فيه حملة خارج الرحم المبيض بنسبة نص أو واحد إلى اتنين في المية ممكن يحصل فيء عنق الرحم ممكن يحصل فيه الرشاء البريتوني في البطن. من نص إلى واحد في المية. ببقى هنا اسمه Advanced Abdominal Pregnancy. شوفتها مرة واحدة في حياتي من عشرين سنة. فول تيرم. حمل تسعة شهور في البطن. مش في الرحم خلص. آه في البروتونيوم. في البروتونيوم. في الأمعاء. في الأمعاء. مش في الأمعاء. آه في منديل البطن. منديل البطن. منديل البطن. آه. تسعة شهور. آه. تشخص. لو ما تشخص بيات. لو لم يشخص بيبقى جسس. وعاش؟ عاش. والله. وستة عاشة. آه سبحان الله. آه. بس متشخص. آه. لو ما تشخص. ما هيموت؟ لا ببقى مش هيموت. ما هيموت الستة؟ الستة هتموت. آه آه. لان انت هتخش. تجيب المشهيمة هتطلعها من كل الأمعاء. فالنازف هيبقى هايب. إن سكنت بيروح. آه آه. فلازم يتشخص. أدفانسد أبدومنا بريجنس دا لو لم يشخص. آه. والمشيبة بتبقى فين بقى في الحالة؟ في المنديل البطن. في المنديل البطن. واخد الدم من منديل البطن. ومن انتستر. من الأمعاء. سبحان الله. أو الله. دي حاجات غريبة. حاجات نادرة جدا. حاجات نادرة جدا. دي الأماكن اللي هي المعروفة. قناة فالوب دي رقم واحد ستة وتسانية وتمانية وتسعين في المية. بعد كده المبيض. بعد كده عنق الرحم. بعد كده. البطن. تجويف البطن يعني. بعد كده بقى في أماكن نادرة. الحدوث. زي أربطة الرحم. زي المهبة نفسك. ممكن نحسى في حملة خارجة الرحم. زي الهورن بتاع الرحم. يعني في جدار الرحم نفسه. مش التجويف. جوا الجدار عند مدخل قناة فالوب. دي كلها أماكن نادرة الحدوث. السؤال التاني بقى ودي مهمة قوي. الأعراض عشان الناس. احنا نبهنا على شباب الأطباء. نبهنا على الناس كمان يبقى عندهم ثقافة إن العرض ده. أشك إن ده حاملة خارجة الرحم. لما بيحصل بقى إن واحدة حملت. هتلاقي الحاملة من أول وكده من أول يوم حصل في حاملة يبدأ يجيلها واجعة في بطنها من قدام. أو في ظهرها من وراء. مع النزول دم خفيف. متقطع يروح وييجي يروح ويجي. والألم مستمر ما بيروحش. ألم برضو بيروح ويجي. دول أهم معارضين. بليدينج أو السبوتينج. يعني الدم بينزل مش كتير مش درجة النزيف. ووجع مستمر بيروحه ويجي أسفل البطن وأسفل الضهر. هنشك عطول لازم نروح نكشف. ونعمل صنوار مهبلي. ونعمل تحليل حمل رقمي في الدم. بيتا اتش سي جي مرتين. بين كل مرة 48 ساعة. المفروض الرقم لما بيطلع أول مرة بعد 48 ساعة يجب يبقى ضعف. أو على الآل يزيد بمعدة على الآل 66%. لو ده زاد 66% أو الضبل يبقى إن شاء الله حمل الجوه راح. أو إن أنا أشوف بالصنوار المهبلي كيس الحمل الجوه راح. ببقى كده خلاص. ما فيش مشاكل. وإن كان أحيانا في حاجة اسمها السودوجستشنا الساك يعني. كيس حمل كازم. لازم ده عايز خبر عشان يفرقه عن كيس الحمل الطبيعي. وأعمل له ربط مع الهرمون اللي هو تعمل. فده هنا التشخيص بتاعه. هي التشخيص بتاعه هي يجي بالهيستوري. شكوة العيان. بالألم. بالدم اللي بينزل. بتحليل الهرمون بالصنوار المهبلي. لو في حمل خارجة راح في قناة فالوب أو في أي مكان. هيبقى له دوبلر معين. أشعة دوبلر معين. هي اسمها رينج أوف فاير. كرة اللهب أو دائرة اللهب. هيبين حوالين كيس الحمل قناة فالوب. هنا بقدر شخص بالدوبلر بالصنوار المهبدي. حمل خارجة الرحم. واضح جدا. ممكن الناس يعملوه والشخصوه قريس جدا. في بس النقطة مهمة. الناس ما تستعجلش في التشخيص. إنها تستبعد حمل خارجة الرحم أو تؤكد. قبل ما يعدي ست أسابيع أو سبع أسابيع. إنه ممكن يخش يامل عملية قبل ست أسابيع. يقولك إنها شايف الحمل في الأنبوبة اليمينة هو. ويخش ما يعرفش الحمل موجود في الأنبوبة اليمينة ولا في الشمال. إنه نيسة صغيرة ما تبيهش. فيشيل الأنبوبة اليمين أو يشتعل على الأنبوبة اليمين ما يشلهاش. ويطلع هو بعد أسبوع أو أسبوعين موجود في الأنبوبة الشمال. وهو كده ضر الأنبوبتين. يعني أزى الست مش أفادها. فهنا لو استنى ست أسابيع أو سبع أسابيع. بمتابعة جيدة مش هيحصل إن هذا الحمل ينفجر. ما ينفجرش قبل 8 أسابيع. فيقدر يلحقها ويقدر يعملها العملية. بس متأكد من مكان الحمل الخارج الرحمن فأني أمور بالزبط. عاصم. مين ست الأكتر عرضة للحمل الخارج الرحمن؟ عشان الحكاية دي بتحصل. لاحزناها في عائلات. يقولك العائلة دي معروفة. سياتك تفضلت وقلت إن التدخين عامل مهم جداً. الناس المدخنين بيقوا عرضة كتير جداً للحمل الخارج الرحمن. آه طبعا. الناس هلهم Advanced Maternal Aged. هلهم أكتر من 35 سنة. الناس اللي عاملين عمليات قيصريات قبل كده. عمليات كتير قبل كده. سواء كان قيصريات أو مطلقة راحة مهاجرة أو في التساقات في الحوض. الناس اللي عندهم BID التهاب الحوض المزمن. بيقوا عرضة للحمل الخارج الرحمن. الناس اللي مراكملين وسائل معنى الحمل بذات اللوالب. بذات لو كانت اللوالب نوعا مش كويس. بيقوا عرضة للحمل الخارج الرحمن. الناس اللي تعرضوا لعمليات زي الكحت والتنظيف والكلام. فدول كلهم جروبس معارضين أكتر للحمل الخارج الرحمن. وبالتالي لما بيحصل لهم حمل. يجي من هم يترجعوا فوراً عشان يتمنوا الحمل ده مرجوض جوة طويف الرحمن. ويعملوا التحليل لانه التحليل اللي بقلوها وقلوها للبلالة مهمة جداً. انه المفروض ان انا عند رقم 1000 الى 1500 انترناشنال يونت من بتا اتشي جي لازم اشوف كاسة حاملة جوة طويفة رحمن. لما شفتوش يجب ان انا شك. واخد اكشن سريع. وابدأ اعمل تحليل مرة او اتنين. ودبلر صنامه بالي مرة او اتنين. لحد ما شخص الموضوع بدي. والدخل بدي. ولو تم التشخيص والتأكيد على التشخيص. لازم اخش بالمنزار. لانه كل ما ادخلت بدي. كل ما انا اشتغل بالمنزار اكتر ما اطلعش ان افتح بقى. هقف قدام حتة مهمة اوي بقى. الحالي المجاري وحمل خارج الرحم. المعادلة دي. ليه؟ لانه ست. ممكن تيجي الدكتور تقول له انا عملت قبل كده حق المجاري. وحصلي حامل خارج الرحم. او تيجي له تقول له ده كان حصلي حامل خارج الرحم. وبقالي فترة مش عارفة انجب. فهننصحوني بالحال المجاري وانا خايفة. ده كلام الستات في الحالة دي. تمام. هو فيه معادلة او ديالوج كده. انه ساعات الحق المجاري. يحصل حمل بس بحمل خارج الرحم. الحقيقة هنا هيبقى لها علاقة بحاجتين. لما بيجي نزرى الاجنة جوة تقريف الرحم في اخر خطوة لرجاع الاجنة. احنا بنرجعها بسرعة معينة. بطريقة معينة في مكان معينة. احنا فعلا بنعمل كده. بس الناس يعني الناس متخيلة ان احنا نحطها هنا بتفضليها هنا. لقد هي لها بتلف لفة جوة تقريف الرحم. لحد ما تستقر في المكان اللي احنا حطنا في الجنيف الاخر. ساعات ده ما بيحصلش. ساعات اللي هو الجنيين بيلف جوة تقريف الرحم. بيقوم بالنجاتف فريشل معين. يدخش الاموبة اليمين او الاموبة الشمالة. وبيبقى حمل خارج الرحم. دي النقطة. النقطة التانية احيانا اللي بيجي. ودي برضو حاجة لازم نحط. يعني هايلايت عليها كده. انه لا يجب ان احنا نعمل جيت جامد. واحنا بنرجع الاجنة. يعني ما نعملش بسرعة زائدة عن النظوم. علشان ما يحصلش ان الجنيين يخش. في الاموبة اليمين او الاموبة الشمالة. فدي بس بيزوي انه ممكن. ممكن نفسه طريقة الرجال الاجنة. تؤدي الى حمل خارج الرحم. اما ان الحمل خارج الرحم. يؤدي ان احنا نعمل حق المجهري. ده وارد جدا. في واحدة بيحصل لها. يعني حمل جوه رحم. وحمل خارج الرحم. فساعات اللي اتنين بينزلهم. فالاموبة بتتشال. غالبا بتتشال. اللي تهمونه عالي جدا. والحمل اللي جوه رحم. اما بيكامل اما بينزل. في كل الاحوال لو نزل. والاموبة تشال بيبقى عرضة بعد كده. ان احنا تحتاج 6 حق المجهري. هنا هنبقى في الفيديو ده ازاي. احب ننجع الاجنة. بسرعة معينة وبطريقة معينة. بعد من خلص كل خطرات الحق المجهري. لو حصل ان واحدة بقى عندها. عندها. حمل خارج الرحم في الاموبتين. يعني احنا عندنا حالة نادرة كده. اللي احنا جبناها هنا في فيديو. يا ربي يا ريتي يعرضهولنا. حمل خارج الرحم في قناتي فلوك. اه. كان في قناة اليمين. منتفخة جدا بحمل خارج الرحم. بالتام نازف بطن. ودخلنا وشخصنا الحمد لله. ودخلنا استعصرنا الاموبة دي. لان ما تنفعش باي حال من الاحوال. والاموبة الشمال. دخلنا وفتحنا عليها وشلنا الحمل الخارج الرحم. وحافظنا عن الاموبة. واختبرة الاموبة بعد كريسة جدا. فدي كانت حالة هيلة جدا. او مثال للحمل الخارج الرحم. في قناتي فلوك. دي حاجة نادرة جدا جدا جدا. وما حصلتش معنا بس. حصلت مع الناس تانية كتير. شفناه. الفيديو ده اللي هيبين بقى. فيديو دخاله حمل في الاموبتين. في الاموبتين. في نفس الشهر. حاجة مخيفة جدا. ما حصلتش قبل كده. نادرة الحدوث. وهو السؤال الجاي على فكرة. هو اللي هيعرفنا ايه خطورة حمل خارج الرحم. مضاعفاته ايه. حمل خارج الرحم. مضاعفاته النزيف. اهم حاجة في النزيف. نزيف داخلي. نزيف داخلي. نزيف داخلي بيبقى هوربل. هوربل بيبقى نزيف رهيج. والست ممكن تنزي تعطيها باعدة دم بطنها. انت احملت الموضوع. اه. جسنك تخش وتمسك. الشريان اللي جاي من اليوتران قرط. اللي بيغز قناة فالوب. واللي جاي من المبيض بيغز من ايه حال تانية. خلاص. الست بترجع كويسك جدا. ويقف النزيف. بس بكون فقدت كمية كبيرة جدا من الدم بطنها. بتحتاج نقل دم ونقل بلازمة. هنا بقى في الفيديو ده. قدر الموضوع اليمين. شوف الحمل الخارج راه عامل ازايش. شوف قد ايه. ده لازم يكون التدخل بسرعة. بسريع وبالمنزار. وبتركيز عالي وبالمنزار. اه طبعا. فتح البطن ده يعملنا مشكلة. مشكلة. احنا ما عملناش خالص فتح بطن على حمل الخارج راه حتى لو كان في النزيف بقى ناجع عشر سنين. بتشتغلوا بالمنزار. بكلوا بالمنزار. ما شاء الله. لا بقى فيه تقدم كبير جدا في هذا الموضوع. المناصر المناصر. حتى الناس تقولك انه هيمو ديرنامج كان الانستيبل يعني سيبت بتنزف كتير لازم نفتح بسرعة. اه ده عندهم حق فعلا فيها وده الجايد لاينز. بس بس الوقت فيه كمان ساكشنز قوي جدا. فيه شفاطات كتير تقدر تاخدش بمنزار. وتشفت الدم. النو طايم. في ثواني. تشفت الدم بسرعة جدا وتشتغل. هنا بقى بالبيبولة بنستقصر الامبوبة. اللي هي فيها الحامل الخير غعم انفجأ. اللي هو حصله انفجاء. ما بتاخدش ربع ساعة نص ساعة. ده شيء مهم جدا جدا. التعامل مع الحالة دي. نا هي حالة آآ يعني. طبعا هل ممكن يحصل برضو نوع من امنيوتيك في لوط امبوليزم او جلطات او شيء من هذا. ده وارد بقى انه يحصل آآ مع الانستيزيا بقى. مع التخدير. مع التخدير. راح تدخل جدا الانستيزيا. حقيقة ممكن. يعني لكن مش شرطه انه يحصل مع حامل الخير يا رحم. البلمونر امبوليزم او كده. يعني هو ممكن يحصل من التخدير. وارد انه يحصل. وارد انه يحصل. وازالك طبعا احيانا بنرجع الربنج النصف في الحالة ازاي دي. طيب ايه الطرع العلاجية التانية. يعني مثلا كان في الكتب يكتبوا دوا زي الميستريكسيت. في حاجة اسمه اكسبكتانت منجمنت وفيه ميديكال مانجمنت وفيه سيرجيكال ما اللي احنا عملناه ده. ده الجراح. اه منظر اوفرات حبات. الميستريكسيت دوه كريتيري. عشان نعد. عشان نقدل حالة ميستريكسيت. لازا يكونك تشفت حان خراحة مبدي. ايه هو الميستريكسيت اواما. سيتوتوكسيك درج. دوا بيشتغل على المستخدم في الماليجنس بيستخدم في الروماتويد. زي كيموسيرة بك. اه اه. كعلاء كيماوي. وبالتالي لو استخدمته الست وش هتحمل قبل 6 شهور. اهه. لازم يعني تبطل حمل 6 شهور على الان يعني. عشان ما يحصلش انها تحمل في جنين في مشاكل. في مشاكل اه. ميستروكسيت ده احنا ممكن نستخدمه لو قسم حجم الحمل خارج الرحم هو اقل من 3 سنتي. اه. وما يكونش الجنين اللي هو خارج الرحم ده فيه نبض. وما يكونش البيتا اتشي سي جي اعلى من 5000. اه. دي كاريتيريا معروفة. اه. لو احنا عندنا استوفينا الكاريتيريا دي ممكن ندي ميستروكسيت. حقنا واحدة في العضل. واحيانا ساعد بنكرارها بعد 8-40 ساعة. اه. بس هي واحدة حقنا واحدة بتكفي. وبنتابع بقى هرمون البيتا اتشي سي جي. كل اسبوع بنعمل تحليق او كل 3 ايام. اه. يعني في الارب كل 3 ايام. نشوفه هم بينزل ولا لا. لغاية انا بيبقى زيره. احيانا بندي ميستروكسيت ده ويحصل ان الحامل يرابشة ينفجر. اه. ويعمل عزيف ده كيلي. لها كاريتية او لها علامات برضو. هتلاقي النبض عيلي جدا. بتعمل صناعة الحد مليانة سائل او دم يعني. يجب تدخل فورا بقى. اه. لان ميستروكسيت لم يستخدم في المكان المزبوط. اه. اه. يعني هو هو لوك كاريتية. ازا استخدمتها في الكاريتية المزبوطة لما تقعد حاجات. اقل من 3 صنط حجم الماسبت لحامل خارج الرحم. البيتا بتاعتها بتاعتش اقل لخمس تلاف. وما فيش نبض في الجنين. اه. ان شاء الله يجب نتيجة كويس. وتمشي ميديك من غير اي جراحة خالص. اه. غير كده ما ينفعش نستخدم ميستروكسيت. الجراحة احسن. حلوة قوي. الست بعد كده تعمل ايه؟ يعني واحد ست هصلها حامل لخارج الرحم. هتحمل بعد كده بقد ايه؟. لازم لازم تعد على الاقل ست وشهر الى سما. اه. لو خدت ميستروكسيت. اه. لكن لو لو عملت جراحة بالمنزار او فتح بطن. طبعا اذا انت شلت الانبوبة. اه. حتي يعني يعني شهرين ثلاثة. طبعا ممنوع مسلا وسائل من الحمل. اه. ممنوع الحاجات اللي هي بتعمل انفكشن. التهابات في الحوض. لازم تدي علاج مكسب جدا لعلاج التهابات البي اي دي او التهابات الموزنية في الحوض. ممنوع استخدام اي وسائل منع حمل بالزات اللوالب. فهتمنع الحمل ازاي ست وشهور. اذا كان خدت ميستروكسيت. فيه وسائل كتير. بالساف بيريود او بالكانب او الميل فاكتور او الحاجات خاصة بالزوج. اه. لكن اللوب او لوالب ممنوع خالص. اه. ازاي ست تقي نفسها بقى ما هو. يعني يقال برضو جملة مخيفة ان ست اللي حصلها حمل خارج الرحمة هي عرضة للحمل خارج الرحمة. طبعا هي. اللي جالها حمل خارج الرحمة اللي كده عرضة ان يجيلها حمل جاناك بعد كده. بذات لو حفزتها الانبوب. عشان كده الجايد لا ينزقيت لو الانبوبة انت شايف انها مش كويس اشيلها. مش هاش ترضي العيان تقول لها انا فتعت وشلت وسبت ليك الانبوبة. لأ انا فعلا هسيب الانبوبة وهقيتها لو انا متأكد ان الموضوع سوبرفيشيال وان القناة بتاع القناة فالوب لم تتأثر لحد كبير. يعني في ناس كتير جدا حملوا. كويس جدا وحملوا طبيعي بعد حمل خارج الرحم ولم تستقصر الانبوبة. فيجب ان احنا يعني ما نضياش على ستة فرصة انها تحمل من غير ما نشيل الانبوبة. دي حاجة مهمة جدا جدا. الناس اللي عرضة للحمل خارج الرحم دول زي ما قلتوا حراك كده. الناس اللي هما عندهم التهبات مزونة في الحوض. فيجب انها تعالج الالتهبات دي الاول. في كورسات مضادات حيوية مدد معينة مع دولة مضادة للتهبات يعالج الموضوع. الناس اللي هي بتستخدم نوالب تبطل تستخدم نوالب. الناس اللي تدخن تبطل تدخن. الناس اللي هي او الله. والست اللي جوزها بيتدخن ما يدخنش قدامها. تدخن سلبي. فيجب يجب انها تتابع كل هذه المعايير عشان تحافظها عنها. كمان تختبر قناة فلوب عندها. احنا ممكن نعرف قناة فلوب كويسة جدا بداية من الاشعب السابعة. المنظر الفلوب بسكوب اللي هو بيخش عن طريق التجريف الرحم. بداية بالهدروس النجر في نحن نسالان الجوه الرحم. ونعرف ان قناة فلوب كويسة. القناة فلوب كويسة. قناة فلوب كويسة وتحارك كويسة ولا لأ. دا حاجات كتير. السنوار وبع الأبعاد مهمة جدا في الحالات زي دي. لتقييم قناة فلوب. اذا هذه قضية مخيفة. الحملة خليج الراحب دي قضية خطيرة. مهمة جدا. جدا. مهمة جدا. الواحد يكتبك الدكتور دا اكتبك ميندد. حاطت في دماغه. حاطت في دماغه دي عشان خدمة المريضة. اه يعني اي حالة تشوفها حاطت في دماغه. يعني من ضمن الاحتمالات كده. مهمة اه. ان دا ممكن يكون حاملة خارج الراحب. اه اه. بالذات لو كان عندها العوامل اللي هي بتؤدي الى حاملة خارج الراحب. هو العوامل ما بتوب. يعني دي حاجة بتبان بعد شوية. يعني ما اسألها فلية مدخنة. ما فيه تاريخ مرضي. اه تاريخ مرضي. ايه فيه تاريخ مرضي. هي عاملة يعني طبعا حراك العوامل القيسرية بقت ايبيديميك. وباية. وباية قيسرية. دا شيء لازم نقفله. لازم فيه تحرك. لازم فيه تحرك عاجل هذا الموضوع يعني. مقدارش اقولك الرقم. نسبة عمليات الراحبات القيسرية طبعا بقت كام دلوقتي. دا استدبع يفتخروا بحكيتك القيسرية دا. للاسل. يعني صعب. تبس لستة فرحانة ايو نعمل القيسرية. كتير. يعني 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 مفيش دولة في العالم في هزا رأيتنا القيسرية. حقيقة يعني زي مصر. فيجب ان احنا تتطبق بالنسبة لمعطليات القيسرية. اللي بتؤدي بعد كده. الى حاجات زي حمل خارج الرحم. حمل خارج الرحم له اسباب خطيرة. التهابات حض متروكة. انفكشن. انفكشن. بي اي دي. الناس عندها كيلاميديا. طول قبل ما اتجاوز بيجي لي افرازات صفرة. وسكت. وسكت. ما تكشفتك عشما الكيسر فاكشف. لأ بتتعالج. اه. لان هذه الفرازات هي نتج عن مكروب او بكتيريا اسمها الكيلاميديا. الكيلاميديا دي من اهب من اسباب اللي بتعمل. التهابات حوالين قنوات فلوب. وبتعمل الانتساقات. ففا عوق حركة قناة فلوب. فالجنين ما يمشيش كويس من قناة فلوب. جولة طبيب الرحم. فيوقف في قناة فلوب. اه. فيعمل حملة خارج الرحم. بسبب حاجة مهملة من زمان جدا. والناس ما اعتبرين الحاجة مش مهمة. اه. الالتهاب المزمن. المتروك. في بقى حاجة قبل ما نمشي لازم يباينها لكم. استخدام مواد معينة زي معطرات. اه. منظفات صناعية. في مواد. مثلا. الضي إثلين ده من الحاجات اللي بتعمل حملة خارج الرحم. اه. في موجود في ايه ده. ده مش متخص في الحتة دي. ده ده ده. لازم تشوفه. منشوف حد متخص يقولينا ده إثلين ده موجود في ايه. موجود. لانهم بيخفوا ما بيكتبوش. لا ما بيكتبوش. اه. منظفات صناعية خطيرة جدا. منظفات الصناعية والحاجات تحت الحشرات. اه. المبادات الحشرية. خطيرة جدا. ده كيميكالز. كيميكالز برضو بتأثر على السيليا بتاعت قانوات فلوب عند استمتص من الجوا. اه. الاهجاب. الاهجاب اللي جوا قانوات فلوب. في ناس يعني الرش عندهم اتبس لهم رشين للحشرات. ورشين وعملين يخسلوا الصحون كلها بتاعت صناعية. وبعدين طول الوقت عملين يرشوا حاجات اللي هي بتاعت الجوا نفسه. فمنتها الحطورة. في حالتين مهمين يقولك ارمان كمان. بتاعت انت راح من المهاجرة والأورام اللي فيها. اللي هي قريبة من فتحة قانوات فلوب جوا رحم. دي من ضمن الأسباب القوية اللي بتخلي يحصل حمل خارجة رحم. سواء في الحمل الطبيعي او في الحمل المجهي. ويبتنت راح من المهاجرة من ضمن الأسباب القوية اللي بتعمل حمل خارجة رحم. عن طريقنا بتعمل اتساقات حول قانوات فلوب. فالحركة دي مش مصبوطة. هذه الحركة اللي هي بتنقل الجنين من قانوات فلوب. في خمس ايام داخل التقوية اللي رحم. ما بتقاش حركة مصبوطة. فيحصل استجنيشن. استجنيشن يعني هي. يعني الجنين يفضل في مكانه ما يتحركش. فيلزق في قانوات فلوب. فيعمل حمل خارجة رحم في قانوات فلوب. فكل الحاجات دي لازم بتتطلب وعي من الست. وعي من الدكتور. ان يوفر يوفر البيئة الملائمة. ان قانوات فلوب من الداخل هتبقى نقية وتبقى نظيفة وتبقى سالكة كويس جدا. وحركة القانوات فلوب تبقى كويسة جدا. مش هيحصل. انت نورت الان. واسعدتنا في حوار ممتع جدا. وحوار علمي من الطراز الرفيع ومن الطراز الخطير. لانه ده امرجنس. دايما الطوارئ هي من اخطر الحاجات اللي بتواجهنا في عالم النساء والتوليد. ضيف العزيزة القيمة العلمية الكبيرة. الاسس دكتور عدل عبدالحسن استشاري. امراض النساء والتوليد وعالج العقم عند الزوجين استشاري الحقن المجهري. واطفال النبيب والزميل جامعات كيل. الالمانية والجراحات المايكروسكوبية والمناظير وعضو الجامعية الامريكية. للخصوبة والعقم كان ضيفي في واحدة من اهم حلقتنا. هي في حمل خارج الرحم. الستات اللي بتدخن ارجوكم تبطلوا تدخين. وست مهملة. وست سيئة. واكيد هتبقى ام يعني كارلس جدا. وما فيش فيها دي نوع من المجاملة. وما فيش فيها اي نوع من زي ما بيقولوا الرأفة. وما فيش فيها اي نوع من تزويق الكلام. لما اقول لوحدة ست انت حامل وبتشرب سجاية. انت لا ام ولا عندك فكرة. ولا وما تستهبليش تقولي مش فاهمة. او مش عارفة خطورة التدخين. لا انت عارفة. عايز اقولوك قبل ما مشي حاجة خطيرة جدا. شفت حالات كتير. كانوا مدخنات. وبنهم عنده. حالة تأخر عقلي بدأت تحصل. يعني الولد ده يفضل طول عمره عنده تأخر عقلي. تأخر في النمو. في النمو. لا تأخر عقلي كمان. يعني النمو يعني 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 يمكن اتحمله. لكن التأخر العقلي خلاص هو. هو بقى يعني شيء صعب جدا. انه انا نشوف طفل جميل كده عنده تأخر في العقل. واللي سبب المأساة دي. امه دخلت سم داخل جسمها. اللي هو التدخين. وحضرتها حامل. انا شفت الحالات دي بنفسي عن قرب. وشفت دموع البنات يا ستادي. اللي هم كانوا عارفين ان هما السبب. وسمعت اصواتهم كزا مرة. سمعتها كتير. وهما بيلوموا نفسهم. اللوم عنيف جدا. وبيسألوا لي سؤال محدد. عشان كنا بنشرب سجاجر. ده حصل. وكان الرد طبعا بمنتهى الدقة. اه. الوضوح. اه. الوضوح الشديد مهم يا اوي. جدا. كان نوع من التوعية. يمكن. انا ببقى احنين جدا. وكير جدا. على انسان بيشرب سجاجر وجاله سرطان رئة. لان هو ضر نفسه. هو ضر نفسه. ببقى احنين عليه وقول له. يعني يمكن مش عارف اي يقول لي هو السجاجر السابع. بقول له اه علميا اه بس. نتعودش بقى تندم وتلوم نفسه خلاص ما هالقصة حصلت وحصل. لكن الست لأ. لكن الست لأ. دارت نفسها والبيبي. لا الست لأ. اللي بدر. دارت نفسها بس. دارت البيبي. ما هي هي ما هي دارت نفسها. لكن دارت واحد مالوش زنب. مالوش زنب. مالوش زنب صغير. مش قادر تتكلم. مش قادر غامل حاجة. نورتنا دكتور عادر. خليكم دايما مع دكتور. شكرا جزيلا. اهلا بكم. من الحاجات اللي ممكن تأثر على السنان شاكيرة على فكرة. المهم. خلينا نقول ان في اربع حاجات غير معتادة. او غير متوقعة. تأثر على السنان وتأثر على. او من خلال الاسنان ممكن تأثر على الصحة العامة. تخيلوا ايه. عدوا معي. اول حاجة. شرب المياه الغازية. الدايت. عملوا دراسات كتيرة جدا. وجدوا ان المياه الغازية الدايت. من اخطر الاشياء اللي بتسبب. لخلاكة السنان وضعفها. والتأثير عليها. اللي بيؤدي في النهاية الى فقد السنان. دي واحدة. حاجة التانية. انه الغاز. لفترات طويلة. وبطريقة غير احترافية. يمكن ان يؤثر ايضا. ويسبب تلف الاسنان. لانه مع الغاز بيؤدي الغاز. اساسا كل غازة. وهو عامل انقباط في الفكين. بشكل انفولنتري. او بشكل زايد عن اللزوم. ويزود الضغط على الفكين. فمع الغطاصين. المحترفين اللي بيختصوا الفترات طويلة. وفعماق عنيفة. بيزيد الضغط على الفكين اكتر واكتر. وبالتالي السنان تتأثر كثيرا. طبعا اللي بيحب الغطس. هيضايق او من الكلام. حاجة التانية كمان. انه فرشات السنان. فرشات السنان. ممكن جدا تكون مصدر خطير جدا للعدوة. والمشاكل في اللازم. وتنقل فيروسات. تنقل فيلوانزا. تنقل فيروسات اخطر من الفلوانزا بقى بكتير. زي الفيروسات التهاب الكابدي الوبائي. فعشان كده. لازم كل واحد يكون له فرشات سنانه لوحده. وما تكونش محطوطة كده في نفس البوكت بتاع كل فرشات السنان التانين يعني. يا سلام كل واحد له نفس فرشة السنان بتاعته. كل واحد منقل لون المنقل مش عارف ايه. وكلهم حطانها في كوباية واحدة. فكلهم لسين فبعض. يا سلام. طبعا انت كده الفيروس لو جي على واحدة منهم. عادي نقللون التاني. عادي جدا يعني. فالحاجة الاخيرة بقى اللي بتقاصر على السنان ودي حاجة غريبة جدا. انه لو ان الرضاع الفترات طويلة يؤدي الى مشكلة خاصة بتساوس الاسنان. الرضاع الاكتر من سنتين يخلي الطفل عرضة اكتر واكبر للاصابة بتساوس الاسنان. اربع حاجات مش متوقعين. ناس كثير ما تعرفهم شي. لكن الاربع موجودين والاربع مؤثرين جدا جدا. هزور لكم حاجة خامسة بقى. حاجة خامسة في منتهى الخطورة. من ضمن الحاجات المخيفة اللي الناس بتعملها كتير قوي انهم بيستخدموا الخلة. والخلة دي خطرة جدا. الخلة اللي هي الخشبة او حتة الخشبة. طبعا فيها انواع كتيرة دلوقتي منها. ويعودوا يعملوا بها حفر او يستخدموها في الفرقات بين سنانهم دي من اكتر الاسباب اللي تسبب فراغات في الاسنان. وتزيد من مشاكل اللي بشكل اكيد. وقد تكون بقى مصدر عدوى رهيب. لانه في ناس بيتعمل بالخلة وبتحط الخلة في جبها. بيناس وحشة اوي 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 يعني اوي ايدا. ايه اللي انا قلت له. تعالوا نبدأ نهاردة حوالنا. مع ضيف العزيز الخيمة العلماء الكبيرة والاسم اللامع في هذا المجان. ويعجبني جدا اسلوبه حكاياته حكاء رأة جدا ليه. يوميات طبيب اسنان يوميات مهمة جدا في عالم انقلبت فيه الثقافة. من مجرد ان انا بروح في الامرجنسي بس في الضوارئ في الالم. الى ان انا هروح لغير الالم كمان ان انا ببحث عن ابتسام. ان انا ببحث على انه انا فاهم كويس جدا على انه الاسنان بتكمل جمال وجهي. فانا ببحث عن بقية الاجزاء اللي في وشي اللي محتاجها تجميل اللي هي مهمة جدا اللي اسمها الاسنان. اول فاهم. تعالوا نشوف النهاردة حوار مسير مع ضيف العزيز. واحد من الجوم هذا المجال استاذ دكتور كريم مكاتي. انا لازم اروح لدكتور الاسنان عشان اعرف ايه مشاكله. الزراعة الوقت تمت بسلامة. يعني خلاص انا كده. ولا في محاطر منتظراني. المريض بياكل وهو مش حاسس ان هو خايف ياكل حاجة ناشفق عشان فطر الزرعية. لا. طالما التحرك ده طول ما هو موجود هو بيزود تآكل العبن. دايما بنقول ان من حق اي حد ان هو ياكل لحد آخر ينفع عمره بأسنانه السفة. ويستطعم الأكل اللي هو بياكله. لازم تبقى عارف ان المكان ده هيعملك الحاجة اللي شكلها طبيعي حين. الدكتور كاريم مكادي استشاري تجميل الأسنان وجراحة الوجه والفكين. عضو كلية الجراحين الملكية بنجلترا. عضو الجمعية الأمريكية لأطباء الأسنان. ضيف العزيز الأسنان دكتور كاريم مكادي اهلا بك. اهلا بعد ذلك دكتور. عجبك الغطس انت غطاس أساسا. انا غطاس أساسا. وقت شهدان. معايا شهدتين غطس. والمفروض بعد كده هبقى ماستر غطس يعني كمان. ان شاء الله. الناس من أعز أصدقائي غطسين يعني. غطسين بارعين. يعني انا مفتاخي طبعا أستاذني الأسنان دكتور جمال السامي ده أستاذني. وده من أهم جراحين القلب في العالم يعني. ده غطاس محترف. فعلا. بس الغطس ده يعني أكتر حاجة بتغسل الدماغ على الآخر. اي نيجاتيفيتي اي حاجة. انت بتشوف عالم تاني. بتشوف دنيا تانية. بتشوف كائنات مختلفة ألوان. بيخليك تطلع بني قدم تاني. فالعالم ده أي دكتور أي حد بيشتغل مهنة فيها ستراس عالي. بيبقى حلو جدا ان هو بيبقى بيمارس رياضة زي دي. بالنسبة للغطس مع الأسنان. انا عجبني جدا حضرتك يعني. يعني فكرة ان. تتعرف ان العمر مغطاست بحياتي؟ لا ده لازم. لازم. انا كبيري حمام السباحة بغطس لما يعني بغلط يعني. ده أنا حتى ساعات بنزل حمام السباحة واحرص على إنه ما تدلش. يعني شعر نفسه ما يجيش عليه مية. اه والله. يعني زيني وقف حمام السباحة يعني. تعرف ان العوم يعني مش. مش حريف. بس الغطس مش لازم يبقى سباح عالي على فكرة. ده تعلم الغطس مش لازم يبقى سباح جامد. لأنه معظم الحاجات هي بيعتمد على البست بتاعه. وعلى معادلات الضغط بره وجوه جسمه. فمش لازم يبقى سباح جامد قوي على قد ما يكون فاهم فكرة الضغط وتأثيرها على جسمه. فممكن يأثر على السناء. طبعا جدا بشكل جامد جدا. وخصوصا لو هو مش فاهم فكرة الضغط على جسمه وما بيعملش الستابس اللي مفروض يعملها. الناس اللي بتقتص أعماق عالية اللي بيكتروا السبعة وعشرين متر. لازم وهو طالع تاني بيبدأ يعمل استابس عشان يبدأ يعمل ريليس. ايه ده؟ استابس يعني بيطلع على عمق أقل. يعني مايبقاش في العمق بتاعه ويطلع على عمق أقل قبل مايطلع بره المياه. لازم يوقف شوية خمس دقايق وليها حزبة معينة. عشان خاطر يبدأ الضغط يخف واحدة واحدة من جسمه. لأن تحت بيبقى كل حاجة مضغوطة كل الأوعيات الدموية كل حاجة مضغوطة. لما احنا عندنا سؤال في الحتة دي. اللي هو سؤال لو طلعت مرة واحدة كالغطس اللي يقف في ضيبك. اه طبعا. في ناس بتموت. في ناس بتنفجر الرئة. الرئة بتاعتها. نفس الكلام ده ما هي فكرة أوعيات دموية. وما احنا عندنا أوعيات دموية جوه أعصاب السنة نفسها. بالحيطة اللي فيها الأعصاب والأوعيات الدموية بتاعتها. فاحنا لما بنطلع فجأة. كل الكلام ده تغيير الضغط بيبوز الأوعيات الدموية بتاعتها. تاني حاجة. الماوس بيس. بيبقى الناس اللي هي مش محترفة قوي المجدودة. وهي ناس اللي تختص. يبقى عاضد أو جازز قوي. على الماوس بيس بتاعته. اللي هي بتاعت الأكسوجين بتاعته. فطبعا كل ده بيبوز عضلات الفك والمفصل بتاعها. فلازم اللي بينزل يختص يمرن نفسه. إن هو ما يقصرش على الفك بتاعه والأسنان بتاعه. ويعمل الستوبس المزبوطة. ولازم يبقى نازل مع محترف معي. اه. إيه أبرز المشاكل اللي انت دلوقتي بتشوفها في يومياتك؟ إحنا دلوقتي هذا السيزون أنا عامله يوميات. تحكيلي بقى. الأسبوع اللي فات ده. إيه اللي غرح فيه عندك؟ قبل ما أحكي لحضرتك القصص دي. برضو موضوع اللي حضرتك قلت عليه موضوع خلة السنين ده. من الكوارث اللي بتهدد السنين. ليه؟ وخصوصاً إن هو دلوقتي اللي أنا بقيت أستغربه. الناس حتى ما بتحطش خلة سنين. بيبدأ يطبق ورقة أو دبوس أو حاجة. أو كارني. أو كارني. كارني ده موضوع منتشر جداً. فالفكرة إن كل ده بيعمل أبريجن في السنة. بيكسر في الصعطح السنة. دي حاجة تانية حاجة بيعمل سبيسنج ما بين السنة والتانية. فده كله بيخلي الأكل لما بينزل بعد كده بينزل زي السكينة يقطع في اللاسة. وبالتالي بيخلي العظم يتآكل في الحتة دي. وبالتالي تبدأ الأسنان مع الوقت تتلخلخ. فإحنا أعداء خلة الأسنان. وأي حاجة بنسلكها كيف. فرشة سنان جميلة جداً. ولو مضطرين الدنت الفلوس ده حل كويس جداً. لكن أي حاجة بندخلها عشان نسلك ده موضوع وحش جداً. طب ليه ليه الإنسان بيفقد سنانه؟ ليه الإنسان بيفقد سنانه؟ إحنا هنقول كل ما. سؤال كده عارف سؤالك جام. عام جداً. عام جداً. بس السؤال مهم. إحنا هنقول أهم حاجة فيه. الإهمال. الإهمال هي بداية كل حاجة. هو العدو الأساسي اللي بعديه بيترطب عليه كل المشاكل بعد كده. يعني أنا بداية ما بخسلش سنان. تبدأ الأكل يتحشر بين السنان. يبدأ يتعفل. يعمل لي بكتيريا. البكتيريا دي تبدأ تأكل في اللاسة والعظم اللي حاجين سنة. تعمل لي أحماض تكل في سطح السنة اللي إحنا بعد كده بنسميها التساوس. اللي هي ممكن بعد كده توصل للعصب والكلام ده كله. ده إهمال. الإهمال إن أنا مروحش للدكتور أعمل الكشف الدوري بتاعي. يعني عشان خاطر ألحق أي حاجة من أولها. أنا لو رب أروح للدكتور كل 3-4 شهور. لو التساوس في أوله خالص الدكتور هيعمله مش هابه في أي مشاكل. ما سيبوش لحد ما يوصل للعصب. وبعد كده يضرب العصب. وبعد كده أخد أمتي بيوتكس واخد مسكنات. وبعد كده أسيبه برضو. فالخراج يقلب لخراج حاجة اسمها خرج مزمن. واللي بعد كده بيتطور للأكياس الدهنية اللي بتاكل في العظم بعد كده وبوضل الدهنية. ده ده اللي بيحصل لما السنة تفقد. بالضبط كده هو. السنة بتفقد بقى بيحصل إيه؟ هو أساسا سبحان الله الأسنان بتاعتنا كلها في حركة. بس هي متثبتة في مكانها كل واحدة سندل لجنبها وسندل لقصادها. مجرد ما بنخلع سنة بتبدأ العظم بتاعها بيكش مكان السنة نفسها زي ما احنا شايفين هنا هو. وتبدأ الأسنان تتحرك في اللي سبيس اللي هي زي ما احنا شايفين بالضبط كده. حركة الخبيث. ليه 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 أسنان بتفقد. عشان في حركة هي أسنان في حركة بس هما سندين بعض. ايه ايه ايه. فاحنا شلنا الإكوليبرين بتاعهم أو السبات بتاعهم. وده العظم كله بيحاول يعوض المنطقة دي. جاذبية بنت لازم. بالضبط كده هو. على فكرة القصة دي احنا بنستفيد منها في معالجة بعض حالات مشاكل المفصل. ساعات الناس اللي هي بيبعدهم تقطاقة في المفصل الفك. تقطاقة دي بتبقى نتيجة ان الاربطة بتاعت الغضروف نفسه بدأ حصل فيها التهاب وارتخت. فباقي بيبدأ الغضروف يتحرك مع فتحة البق وقفله. مشكلة ان ده بيعمل تحميل مش مظبوط على الغضروف نفسه. اللي بعد كده بيقطع. فاحنا بنعمل حاجة اسمها بايت ريزنج. رافع عضة. رافع العضة ده بنستفيد من الميكانيزم ده. ان احنا بنبوز السبات بس بطريقة مدروسة. يتحط على الدروس الورانية. بنبوز السبات بس بطريقة مدروسة. بالزبط. حشرح لحدك. مش احنا قلنا كل سننا سندل اللي قصادها وسندل اللي جنبها. طيب. يعني احنا لو عملنا سبيس ما بين السنتين وبعض. اللي قصاد بعض. ايه اللي هيحصل؟ السنان هتطول. طب انا عايز اخف الحمل على المفصل. واخليه قديله فرصة ان هو يرجع مكانه الطبيعي ويحصل له عملية الشفاء الطبيعية. اعمل ايه؟ ارفع العضة بمقدار من 2.5 إلى 3.5 ملي. اعملها ازاي؟ بحط حاجة بترفق على الاسنان الخلفية. وبتعمل لي اللي سبيس اللي انا بقولها لحضرته دي قدام. فتبدأ الاسنان تطول بمقدار من ملي لملي ونص فوق وتحت. ده بيترجم عندي في المفصل لريليس للفورس اللي معمولة على الكارتلج. فمع الوقت. انخفف الضغط اللي حاصل على الغضروف خلفي. بالزبط كده. فمع الوقت اللي بيحصل الغضروف ده بيثبت في مكانه. وتبدأ الاربطة الالتهاب اللي فيها يروح وتبدأ تتشد ويروح مشكلة التقطقة. ما نبقاش معرضين من الغضروف بعد كده يتقطع ونخش في عملية لتصليح الغضروف والكلام ده كله. ولا الفك يعلق ولا الكلام ده كله. دي 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 من الحاجات اللي هي التقنيات الحديثة جدا هم نحاول محافظ على مفصل للفاكل. ونتفادى أي جراحة ليه. لان دي الحاجة بتاعت ربنا. ما فيش مفصل بيرجع تاني زي ما ربنا خلقه. واللي يقول كده أنا مش موافق عالكلام ده. الحاجة بتاعت ربنا هي الأساس ده. طيب فيه ناس بتفقد سنانها بالكامل. دي بقى مشكلة. مثلا مريض سكر كتقدم في السنة لسبب مش مفهوم أهمل جدا زي ما انتا قلت. الراجل اللي بيبقى عنده أو ستة دي بيبقى عندها حالة يأس. وساعات بيأسن في السنة المبكرة يعني. طيب أنا شفت السنة المبكرة دي. شفت في السنة أربعين سنة وسبعة وتلاتين سنة ما عندهمش ولا سنة. بيبقى إيه اللي حصل. وكمان ما عندهمش سكر ولا أي أمراض غضورية. بيبقى إيه اللي حصل أساساً. هو أهمل راح لدكتور بتاع حشوه خلع. فالدكتور خلع له السنة اللي بتوجعه. واحدة وراء الثانية واحدة وراء الثانية واحدة وراء الثانية. خلع الأسنان كلها. وبدأوا يعملوا الأطقم المتحركة. اللي هي طبعا زي ما احنا عارفين وقلنا قبل كده. إن هي بتبدأ تخلي العظم أساساً يتآكل. غير فكرة أساساً إن العظم أسن حافظ على حجبه ده. بسبب الأسنان اللي جواه. فانا شلت السنة وحطت له حاجة قاعدة بتعمل على العظم بشكل معين. فالعظم عمالية أكس. فتجي لي مثلا عندي واحدة لسه جالي الأسبوع والفات عندها أربعين سنة. وخلع بقالها سنتين تلاتة كل أسنانها وماشى الطقم المتحرك. وعظمها قليل للزراعة. طب هل دي يعني هو طبعا حرام اللي حصل فيها وحرام اللي نصحها بالكلام ده كله. بس هل هي مش من حقها إنها ترجع بأسنانها تاني كاملة؟ لا طبعا من حقها. وخصوصا كمان هل مش من حقها إنها تدوء الأكل بالطريقة اللي إحنا بنستطعم بها الأكل؟ ما إحنا عندنا الأطقم المتحركة دي بتغطي السنسرز بتاعة الأكل. إحنا عندنا زي ما إحنا هنا شايفين ده يسري ده ده يسري آه. يسري ده مش كبير برضو ده حاجة واربعين سنة فقط أسنانه للوية كلها. وبدأنا نزرع له عبن مع الزراعات بتاعته. وبعد كده حملنا له أسنانه زي ما إحنا شايفين فوق هنا. يسري كان من ضمن التحديات بتاعته إن هو اللي راح في كذا حتة قال له أنت العبن اللي تحت الجيب الأنفي قليل جدي. مش هنقدر نعمل لك العملية دي. فطبعا يسري طبعا كان عنده حالة يأس. لحد ما جالنا الحمد لله بدأنا رفعنا له الجيب الأنفي. نرفعه دلوقتي كلوز مش بنحتاج نعمل جراحة كبيرة عشان نرفع الجيب الأنفي بنرفعه من المكان اللي بنحط فيه الزراعية. وبنحط عظمه وبنحط الزراعية بتاعتنا. وبيقدر الزراعية تبقى عندها ثبات عالي جدا ويقدر يزرع في المنطقة بتاعت الجيب الأنفي اللي نقص. هو ليه ناس ممكن تفقد أعظم الفك؟ عشان الأسنان ما بقيتش موجودة فيها. دي نقطة. فاهمي الحتة دي أكتر. يعني الحتة دي بالنسبة لكم حتة مسلمة. يعني ممكن الناس وهي بتفرج علينا دلوقتي يفهموها. إنه هو يفهم إنه نحن نفقد أعظم فكنا لأننا نفقد أسناننا. هذا شيء بديه جدا مسلم بيه. لكن أنا عايز أقرب أكتر من السنة والفك وعلاقتهم ببعض. نبدأ. طيب هقول له حضرتك على حاجة. نقولها بالبلد الأول وبعد كده نتكلم عليها مظبوط. واحد في جيبه حاطة مفاتيح. شال المفاتيح ده إيه اللي هيحصل؟ الجيب. هيرخي. هيرخي. نفس الفكرة دي. وليه بتحصل؟ بيبدأ العظم الفراغات اللي فيه وصولهم الفاك العلوي تبدأ تتكبس على بعض ديها. فيبدأ حجم العظم نفسه يقل. واحدة واحدة يبدأ لو إحنا مركبين عليها تركيبة متحركة يبدأ يعمل بريشر. احنا عارفين طبعا إن العظم بيشتغل باتنين ميكانيزم حاجة اسمها استيوكلاستيك اكتيفتي واستيوبلاستيك اكتيفتي. الاستيوكلاستيك اللي اتنين عكس بعض والاتنين من خوائص من خصائص العظم. اللي هو عامل البناء والهدم في العظم نفسه؟ اللي اتنين عنده. ماشي؟ هدم بناء. الهدم بناء شغال كده. سبحان الله ده الميكانيزم اللي احنا وشنا بيكبر به مثلا. يعني العظم مش بيزيد من بره والعظم بتتخن. لا بتبدأ تاكل نفسها من جوه عشان وشنا يكبر. ده طبيعي. فهي نفس القصة دي. وتكبر من بره. وتتراكم من بره. وتتاكل من جوه. فتبضل شكل العظم هو هو وسمكها هو و هو. بس كبرت. يعني الشكل اتغير. اه اه اه. تمام؟ يعني احنا مفيش الجمجومة مبتكبرش كده. بالزبط. وإن هنلاقي بقى ايه جمجومة كده. عشرة صنط. تبضل. السمكة ممكن يزيد شوية. بس قريب من السمك اللي بدأت بيه تقريبا. او يعني شوية. يزيد سنة بسيطة. بس القصة يتاكل من جوه ويزيد طبقة من بره. يتاكل الرأي من جوه ويزيد رأيين من بره. يتاكل الرأي من جوه وهكذا. فتلاقي لفسك من جوه ووسعت المخك كبر. ان شاء الله. ماشاء الله. وبقت دكتور. وبقت رجل كبير. بقت رجل حين. الميكانيزم ده بقى بيشتغل بطريقة مش مظبوطة. في حالة الأطقم المتحركة. ان فيه موجود على الرجل بتاعنا. اللي هو ما فيوش سنين بتساكل حجم العبم. فبيبدأ العبم ده يكش ويتاكل. عشان كده الناس بتشتكي اللي هي بتعيش بالأطقم المتحركة. ان الطقم واسع. لا هو الطقم واسع لو واسع حاجة بسيطة. بس هو العبم هو اللي كش. فانت حسيت ان الطقم واسع. بدليل ان انت بتعمل طقم في الثاني في الثالث بعد كده. الدكتور بيقول لك. انا مش عارف اعمل لك طقم سيد. يعني المتحرك يكون ايه. يمسك شوية. مش هيعرف. ليه اللي العبم بيبقى كش عليها. فكل الكلام ده. احنا بنلحق ازاي. هي زراعية بتتحط مكان الخلعة اللي اتعملت. ما نسيبش نفسنا للكصة دي كلها. ما نسيبش المشكلة تكبر. عالحد ما نوصل ان احنا محتاجين نزرع عظم. محتاجين نرفع الجبل ام في. نستخدم زرعات ميلة عشان خاطر. ما احنا من الاول لو الحاجة اللي احنا فقدناها. واسلا دلوقتي ان احنا نفقد سنة. دي ما بقيتش حاجة سهلة. التكنولوجيا خلتنا علاج الجذور. والحشوات والكلام ده كله. احنا نقدر نحافظ على السنان دي اساسا. ما نضطرش لخلعها. ولو اضطرنا نلحقها عشان نلحق العظم بتاعها. عشان ما نضطرش بعد كده ان احنا ندور على عظم نزرعه في الحتة دي. ونعمل الكلام اللي احنا قلناه دا كله. لان احنا نبقى متيقني من انه العظم لن يسكت على انه زي ما يقوله خالي سنة. زي ما يقوله واحد ايه خالي شغل. يسكت. بالضبط كده. هيعمل ثورة هيعمل قلق. بالضبط كده. عظم كده هينهار لانه خالي عظم خالي سنة. هنشوف حالة دلوقتي برضو من الحالات اللي يعني برضو الحالات دي تبقى جاية نفسيا محتاجة بجامل. طبعا جدا جدا وخصوصا ان هو ميبقاش عنده ثقة نفس ان هو يقعد يتكلم مع اللي قدامه مش عارف يتحامل. الحالة دي الحالة دي. وبعدين بصوا برضو انتو دا جايب انتو اللي عندين الحكاية دي بقى عندكم مكادي سنتر. انتو حطيني الصورتين فوق بعض علاتوك. لازم لازم دي لينا وللمريض لازم يبقى عارف هو كان فين وبقى فين. ايه وباشا بس انا كان نفسي تشويق. ايه انا نفسي اشوف الصورة الاولين دي فتاة او انا يعني. هتعمل اي فيها. هتعمل اي فيها. انا عربيت ودي تعمل فيها ايه. وبعدين انتو فاجئني بجمال الصورة بصراحة جميلة جدا. وانت بصور فروم نير فيجن يعني مصوره وناتشرال يعني مصوره قوي قريب جدا. ناتشرال جدا يعني. انا عجبني او انها ناتشرال. ناتشرال يعني طبيعي. عايد اقول الله حضرك على حاجة الصورة الاولانية لو حضرتك لاحظت ان الجدور لسه موجودة. اه. دي نقطة انا عايز اتكلم فيها. دي ناس بقى بتعمل ايه جاتلي قريب. ايه دي نفس الحال. لا دي حالة تانية. دي نفس الحال اه. دي ما احنا شايفين فوق. هو فيك جدور موجودة. اه. كان رأي المريض لما جاء. واح سألناه. قلنا له انت ليه سايب الجدور دي. قالك انا سمعت ان احنا لازم نسيب السنة في مكان عشان تحافظ على حجم العظم. طب كويس جد. لا مش كويس خالص. ليه بقى. لان السنان دي كلها العصب بتاعها تعفن. وعمل بكتيريا تحتيها. البكتيريا دي عملت على العظم. اللي اشتغل بفكرة الاستيوكلاستيك اكتيفتي اللي احنا قلناها في الاول. فاكل نفسه وعمل اوضة. الاوضة دي فيها صديد. يبدأ الجسم يبعد حاجة اسمها ابسيليل سيلز عشان يوقف يامل كنترول. للعظم اللي بيتاكل ده. اللي لما بتكتمل ابسيليل سيلز دي بطانة الاوضة دي. دا بنسميه ايه؟ ابسيس. لا اسيست هنا بقى. اسيست ماشي. اسيست اللي هو كيس الدونج. كيس دونج. اللي هو بيتطور بعد كده. ما ممكن يقلب ابسيس. ما هو ابسيس ده في الاول. اه. اكيوت في كرونيك في سيست. اه. في السيست ده بقى بيبدأ يتطور من انفكتد يوصل اخر حاجة فيه لحاجة اسمها كيراتوسيست. كيراتوسيست ده بيتسمى كده عندنا سيست لايك تيومر. يعني يعمل معاملة الاورام. ليه اوصل لكل ده عشان سيبت لنا؟ هيكل في العظم بعد كده ويكبر. ليه بيتسمى كده بقى. عشان بيكبر بحاجة اسمها finger like projections. بيكبر بشكل صوابع دخلة في العظم. فعمه ما بيتشال يتبقى منه جزء. عشان كده لازم بيتشال بسيفتي مارجن. عشان كده لازم يعامل معاملة. طب انا كل ده عشان انا سيفتي مارجن. بيتشال بسيفتي مارجن يعني معلش احنا اقول انجليس نهارده نهارده اقول انجليس وقتها الجمان. كلمة وارم حاجة سيستاهي هاتشال كأنها وارم. فيتشال حقاليها. هي مثلا اقول ليكم واخدها ثلاثة في ثلاثة. لما انا اجا اشالها بقى هشيل بمساحة خمسة في خمسة. مظبوط كده. يعني ازود كمان اتنين. استقصل. استقصل بقى كمان في النسيج الطبيعي السليم. عشان اقامل نفسي لانها هي متوغلة بصابح جوه هذا النسيج. وكل حتة صغيرة تعملي كيس دهني تاني. تاكل في عبن تاني. فلازم تتشال مظبوط. حلوة اول حالة دي. كل ده يعني ليه بقى؟ عشان احنا سبنا السنة تعمل كل ده وما وقفناش قصادها. ده دي فكرة زراعة الفك بالكامل دي انا من المواضيع اللي انا بعشاقها. فكرة ان المريض ما بيأكلش اي حاجة. ما بيدقش اي حاجة. مش عايش. وتقال له انت من حقك تعيش بسنانك لحد اخر يوم بعمرك. ونعمل له الكلام ده ويخرج بالشكل اللي تحت ده. رائع جدا. كم زرعة دول؟ دول كانوا تمانية فوق تمانية تحت تقريبا. حالة دي بقى لها فترة. ثلاثة اربعة خمسة اه. تمانية فوق تمانية تحت. هي نفس الحالة. ضبط اه. هي نفس الحالة. رائع جدا. انا اللي اعجبني قوي فكرة الناتشوراليتي. وطبعا البيت. انتو قلفتوا هنا بيت بقى. لكصة تانية خالص بقى. هنا ما كانش فيه اساسا بيت موجودة. الزبط. بس احنا بنقدر بقى. فيش عضة يعني. بنقدر ندور على شكل البيت اللي المفروض هو يكون عليها. بنبدأ نخليه يعض بطريقة معينة. بنقوله يرفع لسانه في سقف حلقه الورا. فبيبدأ الفك. طبعا زي ما حدراك عارف. لما ما يكونش فيه اسنان ما بيبقاش فيه جايدنس للعضة. بالنسبة للمريض نفسه. مش ليهن احنا بس. فبيبدأ الفك يتخي وينزل لتحت. يبقى هو بيعض على درديره بطريقة مش مزبوطة. فبنخليه حط يرجع لسانه الورا قوي. ويبدأ معاه احنا نعلمه العضة. عشان نعرف شكل عضته في الاخر هتبع عاملة ازاي. وبنبدأ نستخدم هنا بقى بيخش. بتوع اللي هما الريموفابل بروسيسز. اللي هما الاطقم المتحركة. احنا هنا بنستخدمها بالحتة دي بقى. عشان نرسم العضة. نقلف العضة عن طريق الناس اللي هما متخصصين في الاطقم المتحركة. اللي هما دول اللي بيرسموا لنا بيحطوا الأول حاجات زي شبه اللاسة بتاعت المريض فوق وتاحت. ويبدأ يرسم لي العضة المفروض تبقى في الحتة دي. والكمبيوتر بقى بعد كده هتتسارك بقى. والسمائل ديزاين بقى يبدأوا يتدخلوا في الموضوع ده كله. ويخرج الموضوع في الآخر. ان هي العضة تبقى مزموطة. والمريض ما بيبقاش مدايق وياكل كويس جدا. دايما الوقتين بتوجه كتير من الناس ان هم يسمعوا ان هم محتاجين عظم. تقول لهم ان انت محتاجين عظم. الحاجات دي بالنسبة للجيل دي متخوف جدا. يمكن الجيل الجديد عادي يعني لو هو. حط عظم. اه حط المشو عظم يا سلام. احنا. لكن اتيجي تقول لي واحد انت محتاج عظم. هينهار. وهينزل بقى عظم إيه اللي هحطه. وهجيبه مني وانا عندي عظم. انا عندي هشاشة. اي حد هيتكلم كده. فانا اعزيني فعلا بس الناس اي حكاية عظم هتحط. عشان الكلمة دي على فكه صعبة برضو على تناغي الناس. خلينا نقسمها لسيفير كيسز. وكيسز اقل من السيفير شوية. في الكيسز اللي اقل من السيفير شوية. بنقدر ان احنا عن طريق. في عظم سناي دلوقتي بيبقى مفول كده. بيبقى فيها فاودر. ماشي دي بتتحط. في العظم مع البلازما اللي احنا بنسحبها من المريض. البلازما دي موضوع مهم جدا. البلازما دي فيها عناصر النمو والشفاء. وبنحط عليها الPRF بتاعتها. ونقفل على الكلام ده كله باللاسة. وبتكون لنا اماكن تكون عظم جديد. يعني هي بتبدأ تمسك في نفسها. وتبدأ تحفز العظم في الحتة دي كلها. انه يبقى حتة واحدة هي مع العظم الاساسي بتاع المريض. ده في الحاجات اللي هي اقل من السيدير شوية. طب لو انا عندي مثلا حد عنده كلافت مثلا. او عندي حتة جزء دفاكت كبير في العظم. احنا بنعمل ايه مع الناس دي. هنا بقى اللي بنضطر ان احنا ناخد عظم من جسمه. سواء من الحوض او رب او حاجة زي كده. بنبدأ ناخدها ونثبتها في مكانها بشرايح ومصامير. اللي بعديها بكم شهر ست شهور. بنبدأ نحط فيها الزرعات بتاعتنا. ونقدر ان احنا نرجع له المطغة بتاعها. بس دي بتبقى كيسز قليلة جدا. معظم الشغل دلوقتي شغال بالعظم السماعي. اللي هو الباودر اللي هو بنحطه. وبعد كده نسيجه شوية. وبيبقى ماسك كويس وتقدون كويسة جدا. بتعيجو هيلة جدا يعني. هايز نروح للأشعة المقطعية. أشعة المقطعية المهمة جدا. جدا مش رفاهية. خلص. في زراعة الأسنان. لأساس. انا متحمس جدا انه من كترة ما بشوف مشاكل لناس زرعة من غير أشعة مقطعية. زرعوا ببانوراما بس. في ناس بتعمل كده لحد الوقت. اه. بيتفع تمنعي كده. طب بيشوف جوا ازاي. يعني الفانوراما دي 2D. اه 2D. ماشي يعني صورة. اه. العمك بتاعها فين. اه لكن بالخبرة. بالخبرة. عم طريقه بيمسك اللات. اه اه اه. عارف. طب ولو هي كرتينيز. يعني الكرتينيز فيها عالي. ده في ناس اللاس بيبقى سمكها لوحدها. ووصل ثلاثة ونصة واربعة مليه. في ناس في حالات لما بنفتح بيبقى السمك بتاعها كده. فاحنا بنحدد ازاي سمك العضم بالنظر كده هو. استحيل. الأشعة المقطعية دي هي اللي بتبين لنا الفاين ديتيل. هي بتعمل لنا ايه؟ هي بتقطع لنا العضم ترنشات صغيرة. وبعد كده بتخلينا ننسي كل حطة عضم لوحدها. هنا دي الأشعة المقطعية واحنا بنستخدمها عشان نحدد مكان الزرعية. وبتفرحنا السورة دي جدا. اه دي من احلى السيديوهات اللي احنا بنشوفها. اتفرحني. طبعا. بنبدأ نقطع العضم لشرايح صغيرة. ونشوف طول وسمك وعرض العضم قد ايه؟ زي ما احنا شايفين في الصورة الفوق. بنحدد بنعمل يعني بنسنتر أو بنخليها سنتريك يعني في النص للزرعية نفسها. عشان نشوف العضم هيبقى حواليها عامل ازاي وميقولها عامل ازاي. ده اللي بيسبب نجاح الزرعية. ان انا مايبقاش في عضم قليل حوالي للزرعية. دلوقتي بقينا نربط بقى الكلام ده بالسرك والسميل ديزاين والكلام ده. بقينا نحدد اساسا يعني احنا عندنا حتة عضم كويسة. طبعا انا هختار قاني حتة فيهم بالزبط. يعني ايه النقطة بالزبط اللي انا هبدأ فيها. بنبدأ نشوف شكلها في الاخر جماليا هيبقى ايه؟ ده بقى دخول اللي اتنين مع بعض بنحدد عن طريق حتة العضم مع حتة الجمال. ففي الاخر بتوصل ان انت زراعة زراعية حطت عليها السنة او التربوش او التركيبة السبطة بتاعتها بشكل الجمالي الطبيعي بتاعتها. بالسنان المرصوصة اللي في الاخر ما حدش هيعرف ان انت مركب اي حاجة. اه اذا الاشعة المقطعية لن تكون قابلة اغرافها هي اه. لا غنى عنها. الاشعة المقطعية دي بتبين لي مكان الجيوب الانفية. بتبين لي الاعصاب اللي ماشية عاملة ازاي في الفاك السفلي. اللي في الانفير ايه نارف. كون جينيتال انهم لي مش متوقع. بالزبط كده هو. يعني كلام ده كله هيشوفه ازاي في القمران. صعب اول. الاشعة المقطعية لو احنا شفناها يعني هتفدنا في حالات هنشوفها دلوقتي يعني. برضو هنربط بين الاشعة المقطعية وبين هذه الحالات. حالة دي من اهم الحالات اللي احنا بنتكلم فيها هنا زراعة العظم. اه. لو حضرتك بصينا فوق. هنا ده علاج عصب مش مزبوط. اه. ادى الى ايه؟ احنا كنا قلنا في الاول لما بيحصل طاست تحت وبيتساب بيبدأ العظم يأكل نفسه. اه. العظم متأكل من فوق تماما بسبب العلاج العصب المش مزبوط. اه. بالسنان كل ده بيتلخلخ رايح جاي بشكل مهول. اه. طيب راح لف. لا مستحيل نزرع لك انت عندكش عظم خالص. وقالولو احنا هناخدلك حتة من الحوض عشان نركبلك ان نركبلك الزراعات دي. اه. ده حل موجود. بس انا ليه دايما اخش الحتة الصعبة ان انا افتح حتتين عشان احط العظم من حتة الحتة. لا تحت احنا عملنا ايه؟ حطينا الزراعات بتاعتنا بشكل معين. حطينا معاها العظم الصناي بتاعنا. لو حضرك بصيت هتلاقي ان العظم فعلا بدأ يتكون. الاشيعة التحت دي. دي بعد شهرين ونص من وضع العظم بتاعنا. بعدها بشهر ونص تقريبا قدرنا نحمل. وفيه صورة تانية احنا حطيناها. دي بتبين لنا قبل وبعد الحالة كان شكلها عامل ازاي. هتظهر معينة دات ايه. يعني هو ده بعد ما احنا حطينا العظم ده فوق يمين. بعد كده ده بعد ما ركبنا روس الزراعات بتاعتنا. وتحت ده الشكل النهائي بعد ما خلصنا الاسنان بتاعتنا. الصور قد تختصر عمل مجهود ومضني جدا. طبعا. اه يعني الثلاثة الصور دول قصة. ما احنا لما يجي لنا حد ما تيش عظم. ما تيش اسنان ما تيش اي حاجة. ده جهد كبير فيه تيم كبير بيشتغل فيه. عشان نوصل للنتيجة الكبيرة. عشان يرجع الراجل ده ياكل تاني. ويبقى حقه ان هو ياكل تاني. المبدع سيد دكتور كريم ميكادي. اضافت لنا كتير يا كريم. انا سعيد جدا بوجودك معنا. سعيد جدا بإخلاصك وتفانيك وعملك الدقوب. اللي بينبق عن شخصية خاصة جدا في عالم طب الاسنان. اعتقد انها حفرت مكانة كبيرة في هذا. في الاليت في هذا الميكال. واعتقد في المستقبل هتصنع الكثير. نعم. خليكوا دايما مع دكتور. شكرا بكم.